يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من طوبليج البودكاست اللي بيجي لحضراتكم دائما يوم الخميس واكيد واضح يعني انه الحلقة دي فيها حاجة مختلفة أولا كل سنة وحضراتكم بألف خير ربنا نتقبل كل الدعوات يا رب في الايام المفترجة الموجودة في العشر الاخر في رمضان لكن واضح انه في حاجة منورة ورانا وطبعا هذه الحاجة المنورة ورانا يعني لازم نقول عليها كلمة ترحل وين كده قبل المتلقى يعني أولا مبروكا جابتن باليوم مبروكا جابتن نلعبنا كويس عمدش كويس تلاتة بونت ام عاجة اجتهد فريق العمل واجتهد الكابتن محمد عمارة معنا طبعا يعني مبروكا عمارة ده سيفة بقى على هوا عمارة للدرع اللي وصل الحمد لله لطوبليج بصة جماعة يعني أنا شخصيا يعني عمارة بينضمننا في آخر كام شهر لكن بداية الطالعة دي الناس كلها فاكراها والشريط بيعدي قدامي من التصوير اللي كان الجمهور القديم اللي معنا في القناة عارفه اللي كان شبع المحمودي في البداية صد الصوت اللي كان مغرأ المكان كامرة الموبايل الأوضة كل الحاجات الزكريات بتعدي تباعنا قدامك وانت بتشوف المشوار بتاع مية متين الف الفين تلاتة خمسة سبعة عشرة وانت ماشي على مدار الرحلة بتفتكر الأفلام بتفتكر الحلقات بتفتكر الانطلقة بعد كده بتوسع الكونتنت بتفتكر كل لحظات فأنا مديد لكل واحد بدأ معنا البروجيكت ده من الصفر لحد النهاردة انه شكرا لكل واحد وصق في هذا المحتوى ووصق في القناة دي ووصق في انه الناس بتشتغل في القناة دي بتحترم وجهات نظر الجمهور بنختلف وبنتفق وبنتكلم في الكرة معدناش توجهات في اي حاجة الا ان احنا بنحترم دماغ حضرتك ودي كانت مرحلة مهمة جدا جدا مرحلة تانية بقى ان احنا بتشوفنا فيها دلوقتي مرحلة توب ليج لازم اشكر فيها الراجل ده لانه انضمامه بعتبر انه كان صفقة القرن بالنسبة للقناة بصراحة يعني لانه عمر الحقيقة غير انه مناسب جدا للمحتوى مناسب جدا للطريقة اللي بنشتغل بها في الراجل ادنا اتج مهم جدا جدا في بريمير ليج لانه حكرا عندنا جمهور كالتشو مكتسح القناة ولو كل الاحترام والتقدير ونكملين معاه وبنزود في المحتوى الخاص بالحلقات اول باول يعني لكن عمر ردنا محتوى بريمير ليج على اعلى مستوى اتفقت او اختلفت او معدنى موضوع تاني لكن ادنا اتج مهم جدا جدا كمان خلت دي بيت ما بيننا حلو فالنجاح الموجود في القناة ووصول درع الميت الف اللي هو ان شاء الله خطوة قولة في طريقنا المليون ان شاء الله يستحق هذا الرجل الشكر ويستحق كل حد بدأ معنا من اول يوم لحد النهاردة ان اقول له شكرا جزيلا جدا وبوعدك انه القعدة الجاية والدرع الجديد هيبقى نفس اللاين موجود ونفس الشغل اللي موجود مبروك انجم لا يعني بص مبدعين الف بروك ليك لينا جميعا ده حقي بس يعني عايزة حقيك بجد لان انت انا كنت واحد من الفانز بتوع الافلام اللي هو الساقية اللي انت بتعمله على يوتيوب يعني افلام الكالتشو تحديدة جابريل باتستوتا بالنسبة لي انت عارف فلا وانت من اكتر الناس اللي شفتها مجتهدة بتتعب عشان بتحب اللي هي بتعمله ودي على فكرة عملة ندرة جدا ان في ناس كتير بتعمل حاجات بحسها وقتها دي هتواجب او بحسها اللي هو عشان اجيب حاجة معينة او عشان اوصل لحاجة معينة لشريحة معينة انا بشوف ان انت ده بحشن ده شغف فالشغف لما بيطلق اعتقد انه اكتر اصدق حاجة بالناس بتحس بيها فانا كنت بشوف ده وانا بالعكس انت عارف ان احنا زمان على قديمه مع بعض واحنا دايما بنتكلم حتى في دي بيت سكورة فبحب دماغك بحب ان انت عندك هوية معينة فانا اللي سعيد جدا ان انا جزء من هذا النجاح يعني وانتاني بحيي جمهور الكالتشو بشكل شخصي وعارف انه اثرنا شوية الناس تقول لك اصلا المحمود يساب الكلتشو لما لقى الحاجات ده التانية بتجيب فيوز ولعبت والدنيا لكن الموضوع مش به هذا الشكل اقسم لكم بالله يعني يعني يوتيوب ما بيشوفش الحاجات دي اصلا في الحساب المادي للحاجة وبيعد فيوز ومشاهدات ودقائية وحاجات شبه كده والقناة دي لحد النهاردة جمهور الكالتشو فيها كبير لكن هو الموضوع انه علشان تتكلم بنفس الدقة ونفس الكواليتي لازم تقعد تتفرج على كل حاجة ولا يمكن ابدا ان احنا نقدر نتفرج بنفس الكسافة اللي كانت موجودة قبل كده فرقنا انه الحل المثالي عند مباريات معينة عند مواقف معينة عند حاجات معينة بنتطلع نتكلم فعدنا على انتر وعلى ميلا وعلى روما وعلى يوفينتوس فأوقات محددة لكن بإذن الله مع تواري المباريات ومع انتهاء الموسم كمان هنبدأ نتفرض حاجات ليها علاقة بالكالتشو نتكلم عن الاندية وعن المركاتو فهتدقي الجرعة اللي موجودة بترجع من تاني ومع الموسم الجاي والتطور والقامل اللي عندنا بتزيد الجمهور كلنا عاجة مهير بقى كالتشو بريمار ليج ليجا هتلاقي دائما ما يصرق احنا الفجر هيدن علينا فاحنا عايزين نبدأ نخش في الموضوع الزبط علشان ايه الناس تتصحر نازم بس الاول واحنا الكوبات فاضية والله فيها جماعة يعني ناس قبل ما نتكلم في الكورة يعني فيه ناس لازم اشكره شكرا جزيلا جدا 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 احمد عبد المنعم اولا هو الراجل المستر الموجود واحمد صدقنا العزيز الموجود النهاردة في حلقة النهاردة خصيصا لازم اشكر محمود الراجل اللي شغال معنا من اول يوم على قصص المونتاج محمود ممهوب جدا شطر جدا شغال على كبيرة جدا جدا فالراجل بشكرا شكرا جزيلا على وجوده معنا محمود عباس لازم اشكر مصارح سين يعني هي التاقة البيناميكية اللي بتقود كل هذا الكلام كل هذا البروجيكت اللي لها ما كانش أحاج من ديها تحصل بالمناسبة يعني طبعا هي زمارتنا العزيزة في الإعلان يعني راديو وغيره وغيره لازم أشكر إسلام حسن لازم أشكر وليام فرانسيس اللي اتنين المسؤولين عن برضو وحاجات ليها علاقة بالمونتاج والتحضير والإعداد لازم أشكر واحد من أهم الصفقات اللي ادخلت القناة وهو الحسيني الحسيني محمود حسيني واحد من الناس الممهوبة لبقى الناس كلها على سوشال ميديا عارفة إمت دلوقتي راجل بيعمل داتا وبيعمل موضوع على أعلى مستوى مشروحات الناس اللي كانت موجودة معانا في فترات سابقة من القناة إذا كان ميدو بهاء إذا كان محمد رؤوف وغيره وغيره واربا ما يكون الناسي حد أنا بس بحاول عدي على الأسماء اللي أنا فاكرها في هذه اللحظة فأرجو لو نسيت أي حد ما يزعلش مني يعني غير طبعا الناس اللي دعمت هذا الموضوع من اليوم الأول واللي ننساها نقوله المرة الجاية يعني لكن ليه ناس كايرة تستحق الشكر وتستحق السناء يعني نبدأ بقى يلا بينا يلا بينا بينا أولا أهلي وزمالك لأنه كان عندنا متشات في أفاقية وعندنا حدث مهم جدا له علاقة بأنه المباراة الأهلي والزمالك الدري بيلعب في السعودية زين بس نعدي سريعا على القصة دي علشان شايف ناس بدأت تتكلم في الموضوع ده من وجهة نظر سلبية دون النظر إلى الإيجابيات الموضوع قال الأستاذ أحمد دياب أنه الأهلي والزمالك هيرعبوا مباراة في السعودية خاصة بالدوري مباراة أولى ومباراة تانية في مسابقة الدوري والأندية دي هتاخد فلوس والستاشر نادي كمان هياخدوا فلوس المبالغ مجزية جدا وقال تحديدا الأهلي والزمالك مئات الملايين أرقام محترمة يعني الوضع عند الزمالك مفهوم أنه أرقام زي دي وانت عندك ديون بالحجم ده فانت قادر تشوف أن ده بيجي إنقاذ للزمالك لكن الجمهور الأهلي شوية كان بيسأل نفسه هل الأهلي محتاج لده وهل أن يؤخذ مباراة الديربي تلعب في السعودية كل مرة محتاج لده فهنا عايز بس أعرض تلات مشاهد لتوضيح خطورة الموضوع بالنسبة للأهلي تحديدا لأنه بالنسبة للزمالك مفهوم في اللحظة الحالية المشهد الأول الأستاذ خالد المرتجي اللي كان بيتكلم مع زملنا معتز الدمرداش عن فكرة أن الأهلي بيصرف مبالغ كبيرة جدا بالدولار وهذه المبالغ سواء الجهاز الفني أو اللعيبة أو الصفقات استدعت أن الأهلي يلعب في بطولة السوبرليج غصبا عنه علشان القيمة المالية الموجودة فالأهلي هو الأكثر نجاحا لكن الأهلي محتاج كل ماليم هيجيله في الفترة الحالية ده رقم واحد رقم اثنين الأهلي السنة اللي فاتت فتح فرعه الجديد عشان يحاول يوفر كمية فلوس لا أول لها ولا آخر من الفروع ربنا زيد ويبارك يعني علشان يقدر يوفر فلوس قالوا هم تصرف على فريق الكرة في المقام الأول وجمعوا على حد معلومات الشخصية ما يقرب المليار جنيه من افتتاح الفرع لغاية هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها ده المشهد التالي المشهد التالي أنه الأهلي اللي راح تعاقد مع العيبة منغانة وكابتن هاني رمزي الذي شهد في نجريا في هذا الأسبوع بيتفرج على مباراة من 16 إلى 13 سنة في نجريا وعمال بيجمع العيبة موجودة علشان تيجي يبقى مصدر دخل للأهلي في البيع ده مصدر دعم آه لكنه في الأول فلوس جايب اللعيبة دي علشان أبيع وعشان أكون أنا جنرسيون فوت بتاع أفريقيا لأنه ما ينفعش حد يزبقني فده مشهد واحد واثنين وثلاثة واربعة بيقولك إن الأهلي شايفوا من بره إنه الأنجح لكن من جوة محتاجين كل قرش في الدنيا علشان الأمور تمشي الخمسة بقى دي عندي الزيادة أدعم جدا إنه أي عرض يجري الشناوي يرحل فورا أي عرض يجري ديانج يرحل فورا شمعنا لأنه الأهلي في المركاتو اللي جاي داخل على مركاتو هو الأكثر حساسية في تاريخه مركاتو ما ينفعش يبقى فيه غلطة لأنك داخل على كاس عالم عشرين خمسة وعشرين شيء مختلف تماما ولأن غالبا عندك انتر كونتيننتال وعندك حاجات كتير تستدعي إنه الفرقة دي تتبني صح فما هو رفاهيات حافظ على الجودة اللي عندك لكن مع تجميعة فلوس كبيرة من اللعيبة اللي ممكن تتباع وتجيب على أن يتم دعم الفرقة بمحترفين من الطراز الرفيع بالفلوس دي علشان تروح تبقى ملوي هدومك في كاس العالم الأندية ومركاتو بتاع النهاردة حاجة وكل اللي فات حاجة تانية خلص فضل لفاجة تفتحت كل حاجة برضا قولة بي بترمي القنبلة وتجري قولة بي لأ أنا معاك هو طيب بالنسبة للموضوع أن الأهلي والزمالك لعبوا في السعودية مباراتية الدوري أعتقد أكتر دي بيت متى أنا شفته هو أن الناس جمهور المصري بشكل عام أهلي أو زمالك يعني هم كانوا موافقين أن أنت تلعب الكاس أن هي الكاس أو تلعب السوبر إسواتاً بجميع البطولات التانية أو الأندية التانية أو الدوريات التانية الكبيرة يعني ده أوكي بالنسبة لهم ما عندهمش مشكلة فيه بس فكرة أن أنت تلعب مباراتين الدوري بتوعك برا دي تغيير للهوية وإزاي واحدة ما عندناش كده مبارات كده ما تتلعب في البلد وما إلى ذلك يعني ماشي أنا بص عشان بس ناخد الموضوع ببساطة شديدة عشان بس أنا بقيت أحس أن في في حساسية كتير على السوشيال ميديا لكل شيء يعني أنت دايما مفيش حاجة الناس هتتطفق عليها بشكل عام بس خلينا هقولك على نقطة معينة واللي مختلف عنده نظرية وله الحق أنه هو يفكر في فكرة أنه ده أول مرة دي ده علي أنا بفهم السوبر بفهم الكاس لكن ليه الدوري أنا مش ببرر ولا بقولك حاجة هو ليه صح كده وليه مش صح كده بس بنفنن برافو عليك أنا بس فيه نقطتين عشان بس الناس ما تاخدش أنا هام حاجة ما تاخدش الريفرنس اللي برا هو الريفرنس بالنسبة لك العظيم يعني لأن البريمير ليج فكر في الموضوع ده أن يلعب ماتشاط بعينها في أمريكا أسبانيا فكرت في بعض من المبارات وقصدي بعض من الأوقات وجالها أفرات أن تتلعي مبارات الكلاسيكو في الدوري في حتة معينة من ضمنها كان أسيا في الصين أو كوريا واليابان بشكل عام أو أمريكا نفس الأفرات اللي حصلت في إنجلترا حصلت في أسبانيا وكانوا تتولوها آه درسوا الموضوع شافوا أن الموضوع لا بس دي أندية دي دوريات هم الأغلى على مستوى العالم كله ده البريمير ليج وده الدول الأسباني فأنت فاهم أن رغم كل ده بس طالما العوائد المادية كبيرة جدا فهم ما عندهمش مشكلة أنهم أوسع الأودينس أوسع قاعدة المتفرجين بتاعتي أوسع قاعدة المشاهدات دخل عائد مادي الأندي أكبر فما عندهمش مشكلة بدأ بالعكس هو بيعلي من قمة الدوري مش بيقلل منه فأنا بقولك بس على التصور للناس استشهدت بي بره مش كون إن هم دلوقتي اللعب كله على المباراة الكاس أو يعني نهايات الكاس ونهايات السوبر ده مش معناه إن فكرة الدوري هي خارج عن الموضوع لا بس الموضوع ما تحشي إنه ياخد المبلغ المتاح لهذا المنتج مش أكتر ولا أقل فالفكرة مش بدعة موجودة وحدث بالفعل الله ينهر عليك حلو هي دي الفكرة فلما تيجي تتكلم تتكلم على النقطة دي تتكلم إن أنت ما فيش مباراة أهلي وزمالك عندك في البلد بتتعامل آه ماشي أنا معاك جدا في دي إن الجمهور من حقه يحضر مباراة أهلي وزمالك بتعفلها الملعب دي مية في المية دي مية في المية لكن لغاية مدى يحصل النقطة التانية بقى إنتوا أصلا يا جماعة إحنا في الدوري مصري إحنا بنعاني جدا يعني الدوري مصري فقير في كل شيء فقير في كل شيء وإنتوا نفسكم عملين كلنا عملين بنضع حلول أو عملين نفكر بشكل عام وفي حلول بنقولها ممكن ما بتتطبقش بشكل أو بآخر لسبب أو لآخر برضو بس في الآخر إنت عايز إيه من المنتج بتاعك عايز للإندية تقعها فلوس لإن في إندية سيبك من الأهل وسيق من الزمالك وسيق من بيرامدز وفيوتشر وزيد بس الآن ده الجماهرية معاناة غير طبيعية قربوا من الواقع هتلاقوا إن المعاناة كبيرة جدا جدا يعني فريزة لتحاد سكنداري إنه هيبقى معاما بولولو وعمال يبص يعرف اللي هو إيه بيزغط في فرخة كده لحد ما يقش عليه عشان تتبع له بأحلى حاجة ممكنة عشان تطلع النادي إنت يبدأ عليك عاطق النادي كله تجيب لنا ستة سبعة مليون دولار يبقى قطر ألف خير الدنيا فهو وقتنا كلنا ممكن أقول حاجة هنا يا عمارة بأنه الفرق التانية ليها فلوس أنا كنت أتمنى من الربطة إنها تستغل للأهلي والزمالك إنه ده أهم براند عندك ويكون فيه اتفاق بشكل أو بآخر إنه تكون فيه مباراة تانية يعني أنت أحلى حاجة موجودة عندك الناس عايز تستخدها طب ما تحمل عليها حاجة يعني يقول مثلا إنه عايزين مباراة تانية تكون موجودة أطرافها برضو أهلي وزمالك لكن مع فرق جماهرية تانية بحيث تبقى أنت وسعت الدائرة سنة لبعض الفرق إنها تستفيد وممكن حتى تكون بشكل أو بآخر لها علاقة مثلا بترتيب جدور الدوري فيبقى الموسم الجاي الفريق للمركز كذا مباراته مع أهلي وزمالك في السعودية أو في الإمارات أو في مش عارف إيه حاجات بعينها بحيث تحمس الفرق دي إنها تخش معاك يعني بص خليباك أنت لسه بتبتدي المرحلة دي إن أنت تمركت عمتا إن أنت يجي لك عروض فتبتدي تقول المنتج بتاعه يا جماعة ويلا ونبتدي نتشرط أنا نفسي أنا زي كل الجمهور المصري نفسنا يبقى المنتج بتاعنا قيمته كبيرة بل بالعكس هو أنت لغاية دلوقتي رغم كل اللي إحنا فيه ورغم الدوري اللي كان قاعد سنين بدون جمهور والجمهور بيخش سنة سنة ومع ذلك الأهلي والزمالك هم الرقم الأصعب في الوطن العربي وخلنا نتفع على كده الأهلي والزمالك يروحوا أي دولة عربية هيملى الاستاد مية في المية هيملى الاستاد وهتشوف حاجة اللي إنت وإنت قاعد تفرج على التلفزيون تقول إيه بص الحلاة وبص الجمال قال إمكانات بيتقلب كتير من دلوقتي يعني إمكانات المطش الفنيا زي مثلا نهاية الكاس اللي فات لا طبعاً فيه أحسن من كده بكتير والأهلي والزمالك عندهم إنهم يقدروا يقدموا لك منتج أفضل من كيب كتير سيبك إن أنت تأخرت بس لو بتكلم على قرصه بتكلم على تاريخ وبتكلم على شعبيات أهلي وزمالك شكراً أهلي وزمالك طبعاً فده المنتج الوحيد اللي عندك وإنت بتحاول من الأهلي والزمالك دول تحاول تاخد وتيدي الأهلي طبعاً وتدي الزمالك طبعاً وتبتي توزع لبقية الأندية لحد ما توصل لمرحلة نوعاً ما بس مستني يا رب يعرضوا علينا يا رب العرض ييجي اتأخر ليه ده احنا في مارس اتأخر ليه ده احنا في ابريل فهم ما ينفعش ان انت تفضل قاعد محلك سر كده مستني العرض اللي هيجي انت شلنا كلنا بشوية الدولارات عشان نطلع لأ انت المفترض ان انت عمال بتزود بقى فقيمة الدوري بتعليل اندية تعمل تعليل تخلي الدنيا كلها بدل اربع فرق ولا تلات فرق ولا فرقتين وسع الدنيا شوية ويخلي الدنيا عندها قوة مالية ودخل الجمهور صح سلاح الاسماعيل اول جمهوره سلاح الاتحاد جمهوره المصر جمهوره كل الاندية الشعبية غازル المحلة وبلدية المحلة وأسوال كل ده وانت لما بتدخل الجمهور انا عارف ان انها موجودة انك بتزود عدد استيلا ما بتعمل ده بتخلي قيمة الناس اللي عايزة تاخد من عندك حاجة اكبر قيمة الهايلايتس نفسه لما اي القناة بتخش عايزة تاخد حاجة اعلى حاجة جمهيرية جرم من عشرين سنة تلاتين سنة ايا كان الرقم يعني بس زمان لما كنت بتتفرج على الدوري المصري بتقول لك تسمع الناس اللي حواليك قلت لك احنا عندنا مطش الاهلاوية مثلا في المحلة يا خرابي قص الستاد والجمهور والدين الزمالك يقول لك بس احنا رايحين الانتحاد سكندري بص مش بب كنت بتتفرج بتلاقي الملعب بتقفل وبتلاقي جمهور وبالعكس كنت انت اكتر حاجة عندك تمام هي الجمهور اقوى حاجة في مصر من ناحية الكورة لو هتتكلم قسمها كده على كل الاندية بتاعتها هتلاقي الجمهور اقوى حاجة في الدنيا اللي راح انجلترا اي حد راح جمهور انجلترا بشكل عام يعني هتلاقي الجمهور قاعد اغلى بالوقت قاعد هيسقف شوية ويحمل شوية حتى هتفتهم هتفتوا بتقليدية عارف لو ايه حاجات تقليدية طبعا فيه جمهور زي ليفر بول عنده السنك وتشوف صلاح بيتهتفله فالستاد بيترج ده عظيم جدا بس مش كثير بالزبط يا بص على المانيا هتلاقي الجمهور مجنون ودخلاته بتاع ده يعني انت فرانكفورت لما بتشوف اللي بتأمر موش اكتر واحد يحكي لك طبعا على الدخلاته على البتاع سان فاولي في نابولي لما بتروح تلعب هناك كأنه رايح انت مش ممكن من كام يوم كده نازلت فيديوهات خاصة بمشجعين بعض الفرق المغربية في الدرجات الادنى تحت مش الدور اللي ممتاز الدرجات الادنى انت بتشوف مناظر اولا تسقف لها ان الجمهور ده عارف ان فرقت في الدرجة التانية او التالتة او تحت وممكن ما يسعطش لكن انت موجود بهذه الكسافة الجمهرية كل مرة يعني الهيئة ده كتيرة مش عايز اوجيها تجاه حاجة واحدة فانت لما بتشوف الاماكن دي بتشوف المناظر دي اولا بتحس ان الكورة لسه بخير حتى لو الانتصارات والالقاب والحاجات بعيدة عن فرق المغرب الكبيرة او حتى الفرق الادنى اللي تحت لسه ما دخلتش في الاجواء قوي وبرضو ده بيحزنك على حالك انت لان انت عارف ان انت عندك فرق في الدرجة التانية في مصر والدرجة التانية في مصر تنتمي الى اماكن جمهورها كان بيعمل ده بالظبط في يوم الايام كان الشرقية في الدوري كانت ترسانة في الدوري وكان فرق الصعيد الجمهرية اللي في الدوري اذا كان المينيا ولا اصوان ولا 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 سوهاك طبعا كنت بتشوف فرق الجمهور كان قادر يعمل حالة مقاطعة النظير حتى قديد الشركات يعني ايه زي المقصة ده لما في البيك بتاعه جمهور الفيون كان عامل شغل قوي جدا جدا مع الفرقة دي فده السلاح اللي انت قادر تبني عليه وتستغل وتبيع به لحد ما تبقى قادر فنيا انك تنافس الليفل الاعلى منك فدي نقطة مش محتاجها النهاردة علشان بس تتسوق بل دي النقطة اللي تنتشر على مصطولاتنا العربي ويقول لك مصر فيها كورة ومصر فيها جمهور واللي موجود هنا غير الموجود في احد فلازم الجمهور يدخل يعني اتمنى اتمنى بس ان هي دي اللي تحصل ان انت عندك 26 محافظة مش هوا باستة عشرين اه حاجة كيف يعني عندك محافظات نتمنى ان انت بقى كده عندك محافظات في مصر يعني عندك جمهور بيحب الكورة مجنون كورة في كل حتة في البلد فانت مفترض ان انت تعمل ده وتلعب على ده يعني في بلد زي الشرقية دي عشرة مليون يا جماعة عشرة مليون بني آدم عايشين في هزين محافظة من حقهم يبقى عندهم نادي وعندهم جمهور وتخش تروح تلعب هناك يعني عشان على فكرة عشان ده المنتج انت لما تيجي تبيع دوري دوري اسمه دوري مش بتبيع دورة ربعية يعني فأتمنى طيب عايزين نخش فريان في كلام عن الاهلي والزمالك على ذكر الافريقيا سواء شامبيونز ليج او الكورفيدرلايا الاول الاهلي باع سنبا فاز وعمل اللي عليه اداء مش مخلع 100% لكن المباراة ومجمعة ولا يبدو الاهلي يعني في حاجة هتضايق في مباراة سنبا في القاهرة مع بعض الحذر لانه سنبا ينج افريكانز في تطور موجود في تنزانيا يعني ولكن الحاجة اللي انت عايز تتنورها في سكة الاهلي فيما هو علاقة باللقاء الزهاب ايه النقطة اللي انت وقفت عندها لا وقفت عند الاداء الاهلي بقاله فترة طويلة جدا لا اداء ضعيف جدا فنيا ست سبع مطشاط اللي فاتوا هتلاقي ان المصطفى شبير واخد ثلاثة اربعة منهم رجل المباراة وده مؤشر مش حلوه ابدا بالنسبة الاداء الاهلي خاصة في الفترة دي قف بالك انت الاهلي حاليا بيعرف يكسب وده نقطة تصب في صالح النادي الاهلي بشكل عام ومرسل كولر تحديدا ان انت وانت سايق بتعف تكسب بس النقطة الاساسية ان انا دي تخيلي يعني ان انت حتى الان عملت استثمر في نجاح الموسم الماضي وعملت استثمر في نجومية اللعيبة اللي ساعدتك على الموسم اللي فات تفهم ازاي انت لسه ما قدمتش اه الاصابات فرقت معاك بشكل كبير بس لسه ما قدمتش فترة ران او اللي هي سلسلة من الانتصارات او سلسلة من الاداء اللي تقدر تقول الاهلي يوصل فيها انت كل مرة عمال بتمشي على سطر وتيجي فجأة تنتشر الموضوع يعني انت بادئ الموسم مش افضل حاجة جي كسل على المقندية فوقك شوية بعد كده دخلت على السوبر المصري الاداء ما كانش افضل حاجة لحد ما توقته ببطولة فالنوعا ما الدنيا ارتحت شوية دخلت شوية في معمعة الدوري بعد التوقفات وبتاع خسرت مباراة البنك الاهلي ثم رجعت على سنبا قدرت اتحقق الفوس بس الاداء برضو ما كانش افضل حاجة بالعكس سنبا ضيع فرص كتيرة جدا مصطفى شبير هايل 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 ثقة كبيرة جدا جدا لعيب بلعب بثقة ولعيب متمسك بفرصته ومتواضع عارف ان هو لسه قدامه كتير عشان يزبط ده بس في الاخر كل دي مؤشرات بتقولك لا ان انت بعيد واتكلمنا على فكرة قبل المباراة ان فيه لعيبة كتير مستهى عمالي قل عشان كده بقى اكتر حاجة الاهلي لازم يشتغل عليها من دلوقتي وهو الميركاتو الجاي اللي انت قلت عليه بان الميركاتو اللي جاي ده مهم لأقصى درجة خد بالك انت عمال زي ما اقولك دلوقتي تستعمل ايه تستعمل ان حسين الشحات يديك حاجات من الموسم الماضي بيرستاو ياريت يتقلق زي الموسم الماضي الوحيد اللي نوعا ما اضافة على الموسم اللي فات حتى الان هو امام عشور وامام عشور تصاب تصاب منك في بداية الموسم وتصاب منك دلوقتي فاتطريت ان انت تلعب من غيره واكتشفت ان انت على مدار القايمة بتاعتك لا في عوار كتير ما ينفعش ان انت تفضل بالشكل ده عمر السولية مش قادر يديك بدانية مش هيقدر يديك بدانية ان هو يعوض غياب اليو ديانجو امام عشور نفس الكلام اللي كريم ندفت اهو مصاب فانت فاهم ازاي فانت عشان تدير موسم كامل بحجم النادي الاهلي لازم اللعيبة تبقى جاهزة لازم عندك البديل A و B و C او 1 و 2 و 3 يبقى على افضل مستوى ممكن عشان كده الاختيارات لازم تبقى حالة من كده لازم تخش المركات لازم توفر فلوس علشان تعرف تشتري ده مبدأ لا يعيب الاهلي لانه موجود عند انديت العالم كلها ان انت بيع بسعر كبير عشان تعرف تبني صح المهم ان انت تبيع صح بقى افضل فلوس ممكنة ولما تشتري تشتري بزكاء بص بقى نقطة من على طرف المعنى اخيرة فرج على كندوسي مع سيراميكا كليوباترا الموسم ده كندوسي بقى لعيب رائع رائع فالناس دلوقتي لما تيجي تبص تقولك هو كندوسي من بداية الموسم ما هو كندوسي كان هيلعب ما هو كندوسي بقى كانش هيلعب وطبعا في ناس تانية كانت فهمة وبتقول ان كندوسي عارتو جات انقاذ عشان تدخل مودست وتدخل بقية اللعيبة الاجانب اللي انت عايزهم يعني بس في الاخر بص كندوسي فرق جدا مع سيراميكا ازاي وهو ممكن يلعب رقم تمانية جدا ممكن يبقى لعيب الرقم تمانية اللي يديك الحتة اللي قدام اللي انت مش لاقي اي حد فيها بل بالعكس هو دلوقتي يقدر اكتر وقت ممكن كان محتاجه فيه نادي الاهلي هو في التوقيت ده لو كان استوى وكانت دي اسموه واردو عشان يا عمارة للناس ما تنخدعش في القصة هنا كندوسي ممتاز انا مش معترض خلي بالك بس افشة بدنيا وفي سنه لما تلعب معاه هو امام عشور موضوع صعب جدا وانا مش بقولك ان كندوسي وامام يلعبوا مع بعض انت هتجربها بس في الاخر وانت مش لاقي امام اصلا دلوقتي مش هتجيبه ويعود دكة تاني فيطلع اعارة تاني وانلفت حوارينه في سنه طبعا بس هو الراجل انت جربته قبل كده جناح وعلى فكرة مع سيراميكا لعب كذا مرة بيتطرف لعب ناحية اليمين ولعب ناحية الشمال لعب كرعيب رقم عشرة وبيلعب لعب رقم تمانية فعنده فرايتي عنده اختيارات ان انت تقدر توظفه بس القصد ان طول ما اللعيب صغير عندك 23-24 سنة تقدر لسه عنده هامش للتطور عنده هامش لأنه يندمج مع التركيب بشكل بدرجة اعلى من افشة بالزبط كده افشة خلاص انت بص الراجل عمال ويشكر جدا الموسم ده وجربته لان انت اجبرت عليه فهتديله يعني مثلا كريم ندفت نبيل كوكا انا بتكلمك عن اللعيبة اللي كانوا غايبين او اللعيبة بتلعبش بس اجبرتك الظروف ان انت تديله فبتقيت تشوف منه والله يمشي والله ييجي منه والله ممكن في المركز ده فهي فيه لعيبة انت محتاج ان انت تديها وتديها سلسلة من المباريات عشان تبتقيت جربها بشكل اكتر يعني بغمس مع الفريق ممكن يديك بعد انت مش شايفه بس عارف هنا نقطة برضو مهمة جدا في السياق ده انه فكرة قندوزي دي برضو لازم ترجع لها الكولر لانه التفاصيل الجماعة هنا بتفرق الناس حملت كولر زمب ان انت مشيته وان انت كان عندك وكانوا العين وبتاع بس الفكرة ان هو عين الراجل قالت ان هو يطلع ويطلع اعارة واعارة في مصر علشان اشوفه يعني هو كان عارف ان ده هيطلع منه حاجة بانتلزينة انا لسه عايز اقولك بقى دي صح انا مش فاهم ابدا الناس اللي بتقول ان كولر ضحة بكندوزي بل بالعكسة جميع يعني لما اتعرض عليه وافق في الاخر طب الناس قالت لك لا ده وافق طوعية عشان الادارة هي اللي كتعايزة الصفقة دي فجابتها طبعك راجع جزائر دي نقطة النقطة التانية الراجل لما جابه لا بيلعبه صح قندوسي اساسي في هزي الفترة ده نهائي في الاخر او ده بطولة في الاخر تتلعب على بطولة وتخليه اساسي لا تعرف ان الراجل منديله ثقة لحد مؤخرا النصف النهائي وقدم المصري في مباراة الكاس بيلعب بالقندوسي وفي سبر عليه وخليه ياخد اساس لحد ما هو خلصتك المباراة فاذا الراجل كان بيدينه ماتشاط كتير وبيدينه ماتشاط في القطن الكاميروني هنا في القاهرة ادي الراجل وكان بيحاول يجربوا بل بالعكس ادي له طب اجربوا تماني ناحية الشمال طب اجربوا الجناح ناحية المين ادي له اكتر من فرصة او ما كانش لسه يقولك ما هو خد فرص ما هو طبيعي لعيب جاي من الجزائل ولعيب صغير بحتاج شوية وقت ابتدى بس على مرور الست شهور دول اديتشوف من المؤشرات ولمس مع المنتخبات وده نقطة خطيرة جدا جدا ولما بقى راح يا عارة هو الراجل تمسك جدا انه عارته تبقى جوة دوري مصر عشان يبقى تحت عينيه ويبقى رايب لو انا كده كده مجبر ان ده اللعيب اللي هضحي بي فده قناعاتي انه لا كندوسي يفرق جدا كلعيب رقم 8 في النادي الاهلي او لعيب ليه توظيف لانه قماشة حرام الاهلي ماستفيد شبه ما في الماياه ما في الماياه طيب تعالي نروح ليه الزمالك ومباراة مدر المباراة اللي زبطها شحاتها يعني عشان تبقى المسألة مش شف بالآخر يعني عانى الزمالك نسبيا شحاتها زبط الأمور نسبيا برضو خرج الزمالك فائز في مباراة كان فيها جايد جدا ما كانتش الحالة ممتازة بس انا عايز اقف عند نقطتين ليهم علاقة بالمستقبل بالنسبة للزمالك وسوريو عمل حاجات كتير غلط مع الزمالك لكنه ادى بعد مهمة جدا في فكرة رؤية لعيبة في بعض الأماكن وانا عايز اتكلم على المسلوسي واحد زي حمزة المسلوسي انا اعتبر ان الهدف اللي سجله ده مش هو اهم حاجة حصلت لانه المسلوسي ده اكتر واحد استفاد من اسوريو في مصر بمعنى توظيفه كقلبة فاع كان فيه بعد مهمة جدا لانه حمزة المسلوسي في الارتقاءات في التكف في فكرة اللعبة بالدماغ اللي هو الاكليشيل طبيعي بتاع المدافع تقدر تضيف على ده كمان فكرة ان المسلوسي بقى صعب جدا جدا تلاقي انه يخسر كورة المباراة دي بتاع مودر فيوتشر المسلوسي كان اللعيب الوحيد اللي في الملعب اللي مخسرش الكورة يعني استلماته للكورة والطلوع بيها والباس مخسرش الكورة ما عندهش باس غلط الحاجة التانية انه المسلوسي 89% من الباس اللي هو عمله 80% منه ايجابي يعني مش يستلموا بصل وراء مش يستلموا ادى لحد جنبه لا المسألة رايحة لقدام فأسوريو رؤية المسلوسي ان انت واحد مدافع هتبقى كويس عندك السرعة عندك الطرع بالكورة عندك جودة في التمريرات ده جزء كان مخفل جدا جدا في امكانيات المسلوسي راهل عليه وفي اعتقادي ده الرهان الوحيد اللي أسوريو كسبه بنجاح مع الزمالك التاني اللي عايز اتكلم عنه هو احمد حمدي لانه حمدي كنا نحن فتحنا النقاش ده قبل كده انه عبدالله وناصر وحمدي مين اللي هيرجع يدافع ماتش مودرن فيوتشار رغم انه ما فيهوش حاجات كتير دفاعية بس فيه 11 استخلاص من احمد حمدي للكورة وفيه نقطة اللي أنا بحسها اهم من التاكلينج وان انت هتروح تعمل حاجة على الارض وتشيل وتخش تدي كتسو وتعمل فاول وهي فكرة الرؤية رؤية الموقف الاول حمدي في كذا كورة كان قاري ان الكورة جاية لعيب فيوتشر فانا رايح لازم اضغط من دلوقتي وبيقرى المشهد قبل ما يحصل نقطة الوعي دي لا تقدر بثمن عندي كذا نقطة في الزمالك تحديدا خلينا نبدأ من اول الشوت الاولاني قدام فيوتشر فيوتشر كان جايد جدا قصاد الزمالك الشوت الاولاني العيب بنفس طريقة كابت التابن المصطفى لكل التحية والتقدير الحقيقة ان واحن المدربين المميزين جدا في الدول بس قدر يلعب على التحولات اللي طبقها بشكل واضح وصريح مذاكرين وعارفين الطريقة دي واعتقدت ان الزمالك هيبقى اقوى من كده دفاعيا الترانسيشن دي هجوء الدفاعي او التحول الدفاعي بتاعنادي الزمالك هيبقى افضل شوية ولكن هالتركيبة كانت بدونج احمد حمدي يوسف اوباما او اوباما تحديدا ادوار رقم 10 شوية بس بيرجع يبقى لعيب رقم 8 مع احمد حمدي عشان يكمله سلسية وسط الملعب الفكرة كلها ان لو انت اعتبرت ان ده نجاح اعتقد ان الزمالك ما بيدورش على نجاح نسبي يعني ايه نجاح نسبي يعني انت في مباراة زي دي كان ممكن جدا الزمالك يتأخر بهدف او اتنين وارد جدا لان اللي كان رايح عليك كتير ورايح بسهولة فيوتشر ما كانش عنده الشرصة الكافية ان هو لما يروح يسجل والشوت التاني كمان في واحدة من احمد عاطف في العرضة باليردو تيك تيك وكان لوحده خالص راجل جواه ما طلت الجزاء هل معنى كلامي ان انت لازم هيروح عليك اه طبعا لازم يروح عليك بس اللي هو يروح عليك بالشكل ده لا يبقى انت لسه عندك مشاكل كتير النقطة التانية اللي انا اصرتها في يناير بعد الميركاتو لما جيت اتكلمت الراجل دلوقتي عنده مين بسبع لعيبة جوا نص الملعب فقط لغير سيف جعفر ووحمد حندي ونصر ماهر وابطالة السعيد ودنجة ورؤة انت شايف كم لعيب اديك معلومة اديك معلومة يقولون في حلمي زمورة بانه جماز نزل الاول تمرينة مع الزمالك فطلب من اللعيبة كلهم من قائمة كلها الموجودة انزل وقف في المكان اللي انت عايزه في الملعب تلتة اربعة لعيبة راح تنص الملعب عند المنطقة اللي في نص الملعب دي يعني تلتة اربعة لعيبة الموجودة راحت على حتة واحدة فبدا الراجل يشوف بعنيه انه ليه كل الناس دي رايح على حتة دي وما اللي بقيت الاماكن فين يعني طب ما هو بمنطقة البساطة انت بتقول تلت ما هو تمانية انت عندك تمن لعيبة او تسع لعيبة وحط يوسف اوباما وعبدالله السعيد دي تسع عشر لعيبة فعلا حرفين في نص الملعب فهيوقفوا فعلا في نص الملعب انت ما عندكش حاجة تانية عشان كده بقولك دي كانت المشكلة او المعضلة المعضلة في حاجتين في الاحتياجات اللي حوالين الفرقة انت عايز مساكين وعايز اطراف وعايز اجنحة تسجل وعايز مهاجم بسيبك من كل ده النقطة التانية ان انت بحتاج تشتغل على اللعيبة دي عشان تبتيت طلع منها وماشي يعني احمد حمدي زي ما قلتلك محتاج يلعب يعني محتاج يلعب وتجربه في المركز رقم 8 بأدواره جميع وأدواره دفعية عشان تبتيت شوف طب لو هو بيديك بعده جميع كويس واداء دفاعي مقبول فانت تشوف اللعيب اللي جنبه البروفايل اللي جنبه اللي يوزن الدنيا انت فاهم ازاي بس انت طبعا داخل في دايلاما ان انت في افريقيا هتلعب بشوية وفي الدوري هتلعب بشوية تانين بس على اللونج رينج بدأت تبقى اوضح يعني عندك مثلا زياد كمال ودونجة وشحاتة وحمد زياد كمال احنا شفناها لأ يعني قصدي على الملعب ايوة بدأ يباني ان فيها تفنيدة وعبدالله ونصر على مكان بدأت توضح يا مرة شوية كتير كتير يا محمودي انت الفكرة كلها انت في الفترة دي محتاج انا وجهة نظري انت كنت محتاج تكاتف محتاج تكاتف يعني محتاج 13-14 اللعيب الزمال كيركز معاهم دولي وافريقيا ممكن اعطل في العيب او اتنين غير مقيدين ما فيش مشكلة بس في الاخر انا عندي قوام 13-14 اللعيب الفرق حفظت بعض عشان اوصل لمرحلة من التكامل ارجع تاني الموسم فريرة فريرة عمل ايه هم 13-14 اللعيب التغييرات حتى انت عارفها قفلت على الفرق لعيب 3-4-3 موضوع تاني موضوع تاني موضوع تاني موضوع تاني اثبت لك بالتجربة لما تجيت شفتها ان الاجبار نجح يعني الاجبار الظروف اضطرتك ان انت اتطلع من ناشئين وتلعب بدول ما عندكش صفقات ما عندكش حاجة فتلعب بدول وما عندكش حلول تانية فلعبت بدول وجربت عطيت زيزو ديكو اريحية لعبت امام عشور على عدلته قشف بن شرقي داس بنزين سف الجزيرة بتقيت تستغله كل حمزة المسلوسي اول واحد عملها فريرة كان قلبت فانح يتليمين في ثلاثة فابتدى يجرب الموضوع ده انا عايز منك الطويلة وانت لعيب اصلا باك فبتلعب عرضيات حلو فيبقى المسلوسي هو السلاح الفتاج بالنسبة لنا العب العالية في ظهر المدافعين سواء لزيزو اولوسي في الجزيرة وكان منها لقب الدوري ولقب الكاس فالقصد ان انت الفترة دي مش بحتاج روتيشن كتير لان الزمالك بيدور على حاجة معينة عايز اطلع في الدوري فوق وعايز اخد كونفترالية انا بشوف ان الاداء ده مقلق مش يطمن يعني انا لو انت بتتكلم على جمهور الزمالك لازم يقلق من الاداء ده قدام فيوتشر كسبته حقات المكسب والدربات السابتة لسه عشان عندك لعيب زي زيزو لعيب هايل جدا في الدربات السابتة بشكل عام ولعيب مؤثر بشكل اقوى في انتاجيته التهدفية يعني هو بيساعدك لسه في بعض الاحيان فدي نقطة بهمة ولكن اجمالا لو جيت بص على اداء لا الاداء فيه فيه كتير افضل من كده ونقطة التانية انا محمد شحيت انت محمد شحيت او زياد كمال اكتر اتنين انا بشوف ان هما محتاجين يلعبوا لان ده الاستثمار بتاعك الاستثمار بتاعك مش في اي حد تاني الاستثمار ده لان زياد كمال انا معرفش العرض بقى عشان العقد ده بقى خزعبالي قال لك اعارة بعدين يتبيع بعدين يتشرب 30 مليون انا مش فهم حاجة بس في الاخر اللي افهمه ان اللعيب ده مفترض ان الزمالك هو بيستثمر فيه عشان يبقى لعيب بتاعه ده اللي افهمه فلو ده اللعيب بتاعك يبقى لازم يلعب عشان تجربه تشوفه انت عايز تستثمر فيه عشان لو استثمرت فيه يبقى عندي لعيب 22, 23, 24 سنة يقدر يديني 6 سنين كمان نفس الكلام لمحمد شحيت انما عبدالله السعيد انت محتاجه في المنشاط المهم محتاجه لما الفرقة تبقى مش شايفة محتاجه برضو مع اللعيبة دي في الملعب عشان يوجه هو شحيت ويوجه هو زياد كمال ووجه هو حمدي اللعيبة دي يستفيد منه ابقى انا خدت اكبر استفادة ممكنة من لعيب زي عبدالله السعيد فهو ده ده الشيب اللي محتاج الزمالك يشتغل عليه لان انت حتى الان بتعاني بص زيزو مش مصاب لعيبت مين بشيكبالة بشيكبالة مش هيقدر اديكي 90 دقيقة صحيح ونفس الكلام اهو مصطفى شالبي اهو مصطفى شالبي شيكبالة ازيزو مين بديلهم ولا حاجة في النص عشان بتيت تشوف في الملعب لأول مرة الراجل اللي بتده يعمل ايه ما هيعالج المشكلة بتاعت الاطراف ازاي ابتيت تشوف سامسون وناصر اللي اتنين في الملعب او سيف الجزيرة وناصر منسي اللي اتنين في الملعب صح واضح ان القلعات حتى مفيش ولا واحد مالي عينه من اللي قدام باستثناء ناصر شوية هو اللي بيميله مع ان ناصر لو انت هتجي تقيس مفترض ان الناصر ده يبقى لعيب البديل للمهاجم قوي جوا نادي الزمالك مهاجم هداف مهاجم يجيب لك بطولة دي اللي انا موافق عليها لكن فكرة البيع رفاهية البيع العروض الجاية للبيع عشان كده انا دي الوحيدة اللي ملتمس فيها العزر شوية الاطراف انا معاك ولو انه سايد دي ماركة ممكن يحل ازمة في وقت ان الوقات بس ماشي يعني تمام نشوف اخر الموسم يعني نشوف اخر الموسم بس اجمالا طبعا هو فوز مهم جدا اناه في ارض فيوتشر يقدر يبني عليه الزمالك بس محتاج زي ما قلتلك يبني على 13-14 العيب في الفترة دي يشربوا افقار الراجل عشان تبتدي تقدر تعمل سلسلة من السبات كأداء وكنتايج تودي الزمالك في حتة تاني طيب من مصر ومن المحليات تعالوا نروح لأوروبا ونشوف اخر الاخبار يعني الاول عاية في قصة عايزة اخد رأيك فيها لقبري المدريد ومانشستر سيتي ببقى ان احنا خلاص داخلنا على المبارة بعد شوية يعني فرقة اول الدوري بعد سؤال فجر اه يعني ماشا انا حاول والله فرقة اول الدوري واقوى هجوم في الدوري من غير مهاجم واقوى اطفاع بسلسلة من الرباط الصليبي لحرس المرمى والقليل من المدفعين والزيادة على ده انك بتيجي قدام تاني اقوى صعف الدوري لو قد لك بالباو ماهوش قادر عليك لكن يبقى الشيء الجميل في الموضوع اللي انا لاحظت الاسبوع ده جون ريال مدريد جون ريال مدريد جاية بشكل تقريبا شبه بعضه قدام بالباو بتستلم بتقطم باليمين تك على الجون تبدو الامور عادية بس لما تخش قناة ريال مدريد وتشوف تمرين الفريق يوم الاربع وتلاقي ان اول ساعة معمولة على التصويب بنفس هذه الطريقة وبنفس هذا الشكل من جوة التمنتاشر من المنطقة دي ومن بره للتمنتاشر من المنطقة دي تعرف ان الامور مش صدفة وتعرف انه قد ايه كارلو انشيلوتي اللي الناس شايف انه ما عندوش تكتيكات عبقرية تغييرات لوزعية القدرة على تغيير يعني اكتر حد تدريت من انشيلوتي ده مع الميلا بالمناسبة انه كان يخد له الانشيلوتي بس قادر تشوف ان الراجل بيلعب على الحاجات الاساسيات في الكورة اللي تقدر توصلك كل مرة اللي انت عايزه فانت بتنجع قد يكون اصعب موسم تدريبي لكارلو انشيلوتي في تاريخه بكمية الاصابات اللي موجودة عنده في ارض الملعب لكن بيقدر يطلع منه بحاجات اساسية انك ازاي تقدر تضمن نجاحها في ارض الملعب اي حاجة بقى تانية اشغال رودريجو فهم حاجة مش عارف ايه 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 لكن يبقى كارلو هو العمل الكلام ده نقاش بقى عايزة بصيهولك رؤية جوارديولا انه الريال مرتاح اكتر وتعليق انشيلوتي انه يعني اه كويس بس في الليفل ده ما تفرقش كتير ايه الاخبار ده عادي انت اعتقد انت سمعت الكلام ده كتير يعني كلوب وجوارديولا تحديدا لاتنين بشكل يعني بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بيحطولك ضغط مباراة بدين لعب ساعة 12 ونص رايحين نلعب ساعة 9 شايفوا طبيعي لانه في فرنسا عملوا حشاب باريس وفي ايطاليا عملوا حشاب روما بشا في كل حتة في العلب بيعملوا حساب كل الاندية بستثناء انجلترا عشان بس تبقى ده عايزة وصوله من اول الصوت لأسف في انجلترا الوضع ده عمره ما بيتحل يعني عشان توصل عنده حق ولا لا الاول بايه يعني هل مفروض التحدي الانجليزي او الرطة او واتفر يراعوا فرق انجلترا في الحاجات اللي شبه دي لتلعب في اوروبا كانوا بقى كانوا يراعوا وانت هاتي دلوقتي تراعي انت ضيعت حقب سنين واجيال تاريخية وناس كانت قريبة من السلسية خلتهم عشان الضغط بتاعك بتاع الدوري وان هو حاجة قدسية ما حدش يقدر يقرب لها في الاخر هتيجي تقولي دلوقتي يراعه لو ما يراعيش وهو بيقول ايوة طبعا عشان شيلسي بيش موجود خلاص لأ والله العزيم لأ عم بقى بكلمك بشكل عام والله يعني كل الاندية كل الاندية اللي كان بتنافس من ليفربول لمانشستر يونيتد للسيتي لأرسنال لكل الاندية هاي اللي بتنافس دلوقتي خلاص القعدة ماينفعش فجأة تقولي بسم الله الرحمن الرحيم آه جماعة ده جوارديولا عنده حق فعلا يلا بقى نراعيه ده الناس التانية مش هتشوتك ده هترفع عليك اواعي الموجود في الشامبيونز للوقت ده بونان على ايه ما هو انت انه كل حاجة ليه اول مرة اول ما واحد يتكلم جوارديولا والناس اللي تكلمت ده السير أليكس فيركسون ها بده اللي بتكلم ده من اول السير أليكس فيركسون يا جماعة ماينفعش الناس هناك بيريحوا كان بايرنين بيلعب الجمعة ويبقى عنده مطش التلاتة او اربعة عشان لو كان عنده مطش السبت او الحد نفس الكلام بيعملوا في ايطاليا كده انتر يا باش هلعب الجمعة براحتك خالص في الدنيا حلوة سبتوا حد عالرأي عشان هتلعب مطش التلاتة او الاربعة مش بيحصل بيحصل في كل حتة في فرنسا كده وايطاليا كده واسبانيا كده والمانيا كده عادي بس في الاخر هو دي انجلترا دي طبيعة الحال في انجلترا بص جورديولا انا بس عايز اوصلك فكريتي جورديولا بيعمل المانجيمز بتاعته عشان بس الناس بتبقاش فكرة ان هو بيقول كلام جديد لا حدش قصة نوقف عند التصريح يعني كل الناس اللي متابعت دوريات في انجلترا في كل حتة حتى في الناس اللي في مصر اللي متابعة اللي بتلعب فانتزي يعني في اسبانيا كان لازم انشلوت يرده وكان لازم يحصل دي بيت ما هو طبيعي ده دي بيت الصحفيين لو ايه بدلك اربع كلمات كده اروح يلعب بيهم متعقلة لما تشوف الدنيا ماشي ازاي هو طبيعي لازم هيقوله كده هقوله ايه احنا مضغوطين بس عادي ده طبيعي عنده سلاح يضغط يلعب به ما طبيعي ان هو يعمل كده يعني انا بشوفه اصل القصد ايه دي حاجة طبيعية بس مش بلهاش اي تأثير فني تأثير قصدي اللي هو على التحدي الانجليزي بس اخاف يقولك اه صحيح لازم نعلي من السيتي عشان يبقى قد منشست عمره هيعمل كده هو القصد ايه ان هو بيقول التصريح ده عندي سلاح باستخدبه عندي رخصة ان احنا يا جماعة مضغوطين والدوري بتاعنا ما بيتأجلش وبلعب الحد وبلعب الاربع فلازم اقول كده الريال ما دي هيراح اكتر مني بس في الاخر مش عارف ايه بس هو جوارديول عارف حتى انشلوتي ردي بالصياعة جدا يعني رده منطقي وراجل ادناغه اكبر من كاب كتير يا الله اه عنده حق جوارديول اه فعلا فرق التسع ديها بس في الاخر في التسعين ديها دي ما بتفرقش طيب عارف الوقت انا وانت عارفين انها بتفرقش طيب مانا احنا عدنا على سيتي وجدنا لحد سيتي يعني فعايزين نتكلم عن السيتي في المباراة هل سيتي وريال دي شبه بتاعت السنة اللي فاتت دي نقطة مهمة والنقطة التانية بقى فاز على أسترون فيلا والأرسنال كسب والأمور ماشية ولكن في سباق الدوري السيتي اخباره ايه هنعدي على كل فرق بس السيتي الاول اخباره ايه وهلا هلند فعلا عيب كل راحش لانه فيديو تتبدل حياة حاجة صعبة جدا يعني ايرلنج هلند اللي كان المفروض جاي السيتي علشان هيبقى هدف كل حاجة وهيورشح للبالوندور وهيعمل كل الكلام ده الناس لما شافت الفيديو بتاع التمرين مع الاعتراف بقدرته التهدفاء المرعبة كنترول يا اخي مش كده يعني وانا فاهم ان العيبة الطويلة برضو بسن الكنترول ما بيكونش عندها أعلى حاجة بس فيه ابراو فيه كريستيانو فيه استسماءات حاسب تقصدي انه بهذا السوق يعني هل ينفع يبالعيب حدف الحدفين في كل الكلام ده يبقى عنده اللي بول كنترول وحيش الدرجة دي ماشي عايز منعني حدها من اول شامبيوز ليج من اول شامبيوز ليج هالمبارات السنة دي هي نفس النسخة الماضية ابدا واطلاقا وكل حاجة عايزها تقولها اقولها ماشي خالص مبارات تانية خالص لان السيتي مش هو السيتي بتاع الموسم اللي فات اللي فاتت فقد لكل حاجة خبالك الناس في مقارنة ظريفة جدا ولطيفة اتحطت على السيتي ما بين اللي فارق بالزبط اللي ما بين السيتي السنة دي والسيتي السنة اللي فاتت سيتي في هذا التوقيت بالزبط من الموسم السنة الماضية بيدي سبعة اللايبزيك بيدي تلاتة الارسنل بيدي اربعة المشاربين عمال يدي تلاتات واربعات وسبعات من كل حد لحد ما جاء له ريال مدريد في عقر داره افترسوا زي الوحش صح؟ هو كان واصل لهذا الرتم وهذا القوة من اللعيبة خد بالك بص على الاهداف كمان الموسم الماضي جندجان بيسجل دي بروين بيسجل محرز بيسجل هالند فتكه وحاجة ما حصلتش في الدنيا رودري في البيج بتاعه جون ستونز في البيج بتاعه جاك جريليش بيطلع نار شايف كان من اللعيبة بص على دلوقتي هالند هو هداف الفرقة بس فين هالند؟ انت مش لقيه ومش شايفه اصلا بشكل عام يعني وانا هياجي الهالند بشكل خاص بس بكلمك عموما يعني مفيش اللعيب الوحيد اللي متقلق هو في الفودن الوحيد اللي قادر يبقى هو الحاجة اللي بيخلقها جوارديولا الموسم ده انا خايف على صلاح في الهدفين من فودن راكتر من هالند تصدق؟ ده حقيقي فودن نسخ موسم استثنائي جدا بالنسباله لعيب 23 سنة بيوصل لتالت هاتريك بالنسباله في الدوري الانجليزي وده يوريق القيمة ان انت لما تشغل من بدري بص اللي بيحصل مهم ففودن بيعمل نسخة استثنائية فهو الوحيد اللي واقف على رجله وطبعا رودري ده حاجة من اعجازات الكرة رودري الجون التالت الجون التاني اللي جابه فودن التالت بتاع السيتي قدام أستونفيل ايه العظمة دي يا جماعة ايه العظمة دي بجد يخرب بيتك يا رودري لا اصل رودري اكتر لعيب مخادع في الدنيا مستحيل تتخيل ان هذا اللعيب يطلع المنتج ده يعني انا دي قناعاتي انا بتفرج على رودري بشكل عام بشكله عارف اللعيب بيوه ايه بيحط شورت جوه الشورت كده واللعيب موظف بتعسه بالتوظيف بشكل عام يعني اللعيب ما عندهش ابداع ده بقولك لما تبص عليه من برا تفرج عليه في الملحب ايه الابداع ده عنده سابات غير طبيعي وبيستلم الكرة وبيلف عنده فيجن مرعبة يعني الكرة بتاعت فودن دي انت بص الجندة في ثلاث ثواني بالضبط يا محمود ثلاث ثواني والله كان نفسي تبع معنا حقوق نعرضها نعرض بيه في ثلاث ثواني في ثلاث ثواني بص على الكرة رودري داخل فين وفودن جاي منيه مستحيل يبصي هالو ما فيش زاوية واحدة تقول ان رودري ممكن يبصي لفودن بعد ثانيتين في زاوية خلقها رودري فدي قيمة واحد زي رودري بس قارن بقى الموسم ده بالموسم اللي فات جريليش اغلب الموسم مصاب ولما راجع مفيش دوكو تجربة ولسه بدري عليها قوي انها تبقى حاجة بؤثرة في منشاط الشامبيوز ليج هلن زي موتاك مش موجود الفارس جربته في بداية الموسم طلع شوية بعدين هبت تاني ورجع للواقع فبقى مين اللي عندك شغال كيفن دي بروين طبعا الاصابات عوارته فباستثناء في الفودن بس ده الوحيد اللي جابرت بوس السيتي السنة دي عمل ازاي في الموسم بشكل عام في التوقيت ده بالموسم التوقيت ده بيطلع نار من بقه حرفين الموسم زي ما قلتلك ارسنال تيك ليفر بول تيك ليبزيك تيك بيدراب اي حد في اي حد الموسم ده عطلان ده في الدوري مش عارف يكسب اصلا توب سيكس بيعاني جواة توب سيكس قدام ارسنال مبدئين بسم الله الرحمن الرحيم صفر صفر واحد صفر وان اي على ارسنال طبعا افضل فريق دفاعي في اوروبا صحيح وقديك شفت بالارقام يعني طيب بس بشكل عام بقى ريال مدريد نفسه السنة دي عنده حلول كتير اتخلق له اكتر من حل ابراهيم دياز ادك بعد كمان يعني في بيلنج هام حتى ادك نفس البعد ان الراجل ده ما اعرفش تقريبا فيه حاجة اكيد بيعملها يعني بينزل اللعيب بالعمل بتاعه ولا انا معرفش بيحماية ولا بيرقيه انا مش عارب يعني مستحيل تقولي ان كل اللعيبة دي تنزل تتقلق فجأة يا راجل ده كمافينجا عامل المقطع كده اتفرج عليه وانت لما تشوفوا لايب بل يعادي من 3 ا 4 كمافينجا تحسوا بقى رايق قوي رايق جدا من سنتين بالزبط ده كان في الفم حاجة كان الورقة الربحة اللي بينزل في الديها 70 هو بينزل يجري ما بيعاملش حياة تانية يا الله ينزل انا شد يقول له كاتش عارب اجري اي حد يجي من كورهاته ده كان كمافينجا دلوقتي زي ما قلت لك انت بتشوفه عمالي يتطور يتطور لحد ما يعلم في نص الملعب معلم وفالفيردي هو لسه 26 سنة هيحشروف ادوار انه بقى عارف الفنان القادير سامي مغوري جاي بس معنا مبهركش والله فالفيردي بقى عنده من الحنكة والخبرة يلعب بقى كده اللي هو ايه هو فالفيردي لسه عنده عنفوان يجري وبدني وبتاع فهم قصدي هو سره وقال له يعني يا عمارة يعني عن شلوتي لما تسأل انت ايه فلسفتك في الكورة قال انا بعمل بني ادمين انا بشتغل على التواصل لانه الفترة اللي الناس بتاخد فيها جرعات الدربية وليلة احنا بنلعب كل تلات ايام فطبيعي انا بشتغل على التواصل انه العيب ده مزاجه رايق عارف ان المدرب اللي معاه ده مش مجرد انت جايبه مشغاله ايه لها انت بتتواصل معاه نفسيا واللعيبة كلها الشخصيات بتاعيتها كده ما هو اللعيبة دي مع كابل احترام والتقدير يعني ما هو ماشد كترة ومهندسين وعلماء وفلسفة العيبة مستوى لا ايه انا قصدي اللعيبة مش عندهاش الليفل الثقافة اللي تخليه يقدر يا مساء تخطى مشكلة عنده في البيت بشكل سريع فهو محتاج بنا ادم يبقى عنده خبرة يقدر يحتويه لو هو جاي مزاجه مش رايق مراته مزعالة ابوه عامل مش عارف ايه هو مش كويس مش نايم كويس فعنشلوتي عمل اصعب حاجة في التاريخ في الكورة جوار دي هو لا بيحكم بأحكامه لكن الباكتج كلها على بعضها طيب نرجع للاتنين التانين هالند بقى هو بص عشان الفيديو طبعا اللي تداول ده بتاع التمرينات ورويكين تصريحه ان ده مش لعيب درجة ربعة في انجلترا هو الكاليكتو ودرجة ربعة طيب رويكين قوي جدا في التصريحات بتاعته يعني معروف بس لو جيت بص هو من امتى اصلا هالند التكنيك بتاعه جامد عمر التكنيك بتاعه ما كان جامد ومش ده اكتر ما يميز هالند هالند بيميزه من قوة جثمانية كبيرة جدا لعيب سريع جدا مرغم ان هو قوته جثمانية كبيرة وفينشر كان فينشر قوي جدا عمر ما ياخد بالندور بالمنظر طبعا عمر ما ياخد طبعا انت ليه متفاجئ عشان ما كانش ده المنتظر لا ليه يعني دايما بوتانشال بالندور دايما بوتانشال بالندور بس محتاجة تزويق بتاعته ياخد شوط البطولات ولاندور وغعد. يعني هالند لو خد الشامبيونز ليج دي مع وانشستر سيتي ما ياخدش ولاندور? لا طبعا ما ياخدش. ياخد ميلي ايه? ياخد بو clan على ايه? طب ميلي ياخد? السنادي لو سيتي خد الشامبيونز ليج رودري. رودري هيترشح لو لو Awak完دور? يترشح طبعا جروجين وما ما ترشحش? ما خداش? ما اترشح ولا ما ترشحش? واخسرها ايه? انا بقولي ياخد. مين ياخد بلاندور? مين المسلم ده? عندك بيلنجهام واحد من اللعيبة الفلزات يعني يعني ليه علاقة باليورو وليه علاقة بالشامبيونزليج والله حسابتهم بقى أنا مليش فيها أنا بكلمك بشكل عام أنا بكلمك على أداء فردي للعيبة فرقت معاك السائل يعني لو بيلنج هنخاد اليورو مع انجلترا وخرج من الشامبيونزليج قدام منشستر سيتي بيلنج هم ياخد بالوندور بيلنج هم ياخد بالوندور طابعا طابعا وفيه فيه في الفودن بس طبعا فودن بعيد شوي عشان فكرة ان هو لعيب جوه ما أسخل بالك جورديولة برضو ولو فودن خاد الشامبيونزليج وخاد اليورو مع انجلترا بيلنج هم برضو هو ليخوا بالوندور دي قواعد ريال مدريب بقى دي ملناش دعوية نتكلمش بها دي ايه يا اخي اه طبعا بس بص هقول لك الحاجة يعني عشان بدخلناش بس في قسمية البالوندور والقصص حلوة بس القصد ايه فيه لعيبة بصراحة يعني لما تكلموا على ميسي وهالاند طب خدي واني عشان نبقى ختمناه معلش انا خليك تقول انت عايزه لو انبابي خاد اليورو لو انبابي خاد اليورو اه ومنشيستي دي خاد دا ويرلاب طبعا طب وباريس وصل فين في الشامبيوز ليج اه وصل الناي واتغلب طيب انبابي لو خرج من برشلونة الدور ده وانت عايز تقلله خلاص لا انا يعني بفكرت هما الناس بالنسبة لهم انا ازعم يعني الناس بالنسبة لهم اختيارات لو انبابي وهالاند بشكل عام قريبين ده اخد بس حاجة زيادة عندها انبابي برضو كتكنيك فوتبول اكيد انبابي هيكسب هالاند في كله كتكنيك وعلى فكرة جزء منهم بيروحوا البالندور بتاع ميسي وكريستيانو تكنيك بتاعهم فيه لعيبة اه ارقامهم اه ممكن تبقى ارقامها احسن او حقاية بطولات اكتر بس الناس يا جمعا مش هينفع مش هينفع لتين دول في الملعب وندي بالهم دول لحد تاني فاهم ازاي لازم واحد يجمع بين كل الحاجات اللي في الدنيا دي عشان يقرب منهم لوكا مودريتش تكنيك موجود جهد موجود بطولات موجود تأثير موجود موشات كبيرة موجود فممكن يزاح انت فاهم ازاي كاكا الله يمسي بالخير ادري يخد غدس كده هوب يطلع ياخدها ويجري تاني فاهم فيه لعيبة اه انما هالاند دخل اليورو في الحزبة معاك انا نسيت انت حسابك عند الناس اللي هتشتني على اليوتيوب بل ايش فيه لا 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 في كلمة على الستي وعلى هالاند ماشي على هالاند تحديدة كتكنيك انا مش بشوفه لعيب التكنيك بتاعه عني بل بالعكس الفكرة كلها انه لعيب فتاك وفتاك دي اكتر حاجة ميزة في هالاند انت بتشوف اهدافه عاملة ازاي العيب جايب معدل تمانية هاترك وفي اول سيزه نيف انجلترا هوا دي هي دي دي نقطة قوته انه بيعرف يجيب اهداف اهدافه على فكرة ايه فيه اهداف اه هيقولك تاب انز كلها لأ بقى فيه اهداف عنده صعبة يعني فيه اهداف الميزة ان اللعيب بياخد الكورة بيشوت دي انه هو مباشر على طول على المرمى دي ميزة على فكرة وميزة انه هو بيبقى على طول عينه على الجون على طول اول اختيار المرمى على طول اول اختار التسديد فدي بتفرق معاك ودي فرقة ايه يعني السيتي خد بعد جديد مع هالند السنة اللي فاتت ده 100% بس فكرة ان هالند مش قادر يكمل على نفس المستوى ده نوعا ما بتفرق على كواليتي اللعيب ويرجعك تاني عشان ميسي والكريستيانو دي حالات استثنائية في الكورة تعرف قيمتهم كل مرة اللعيب اللي يقدر يديك 15 موسم ولا اكتر ب40 جون مساهمة بتأثير فني على ارض الملعب كواليتي ما بيعطلش عارف ده كواليتي ده كواليتي زي رونالدو حط رباط صليبي الظاهرة يعني شغال رباط صليبي تاني شغال طب مش عارف فاهم دي لعيبة حتى هو بكرش بيعرفي رأس بيعرف يدي بليه تأثير بس في لعيبة تانية لو طلعتها شوية فقدت الرتم شوية بتشوف حاجات خزعبالية بتشوف فرستاتش سيء جدا بتشوف بصات ايه ده يا ابني بتفكر لو بقالك ان هو راحل بيلان فبيروت ننزل شوية لو انتوا عايزين نأكلها لا بحلقة عايزين يجوانا ولا عايزين ببنطها البصات نزل مطشي انفولي تقريبا تاك 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 كان واقف وواكل مش عارف فاهم وبالزبط ده في لعيبة عندها الثقة في نفسها حذر ده انا عمري ما هنسى تصريحه الشهير وهو في ليل لما الليلة والعيبة اللي بيحكي زميله بيقول ليلة تتويج بالدوري لازم نكسب عشان اخد الدوري سهران لحد الصبح وساكران ساكران يا ابني طب اي حاجة طب اقولت ده هيلعب مش شايف هتركه وكسبه انت فاهم فده اللعيبة اللي عندها الثقة كبيرة اول في امكاناتها يا جماعة انتوا عايزين ايه فهو القصد في حتة هالند دي هي كده يعني طب نيجي بقى للتالتة سيتي فين في التلاتة بقى هكلمك الاول كمشجع عادي في الدوري الانجليزي راجل بيتابع الدوري الانجليزي ماليش اي انتماءات اهو في التلاتة فهكلمك بالناحية بره وهكلمك فنيا اول حاجة بره كمشجع بصراحة ربنا هو السيتي عمل لها عشان ياخد الدوري ولا حاجة ولا اي حاجة خالص انا بكلمك عاطفيا مش بكلمك فنيا يعني لو جيت بص لها بص كده على السيتي في اي حاجة مش هتلاقيه ينفع في اي حاجة خالص خالص انه هياخد الدوري فالخناية بين مين بالليفر بول وارسل خناية ليفر بول وارسل دي خناية قوية جدا جدا فوق ما تتخيل لان مشجع ليفر بول هتشوف بقى ده ايه اخر موسم الكلوب واعلن في نصه وكم اصابات غير طبيعي الفريق الوحيد اللي متدس على وشه اصابات بيلعب تقريبا بنص الفرق مصاب بيلعب بشوية شباب مستحيل تقول ان الفريق ده طوب بكونور برادلي بكوانسا بقمين الناس دي فهم وانده وصفقات بتتاخد منه وصلاح لاول مرة بيغيب ست برشاط في الدوري واثنشر ماش اجمالا في الموسم ده الفردة اللي عندي جوتة تسعين يوم في المستشفى فيش حد عندي انا بلعبش اصلا اقلس ومصاب ارند مصاب بص كامل عين مصاب وكون ان انا اوصل لكده واقدر محافظ ان انا في اول الدوري دي حاجة مرعبة وانستحق وشجع ارسل يقولك ايه لا حاسب تعالى ده انا مقدم موسم استثنائي بكل المقييس بكل المقييس فعلا رقم واحد انا افضل فريق في اوروبا بدافع انا قدام السيتي في الماتشين ما خلتوش شوط اللي كورتين عليا اه هتقول لي استون فيل اللي عملها وولفر هامتون اللي عملها بس انا عملتها ماتشين الغدلات تستشع في كسبني كسبته وتعادلت معاه طب تعالى مين اللي بينافسني ليفر بول والستي انا كسبت اللي اتنين مفيش فريق عمل كده واعتق اه اه يعني اكتر الهزام فيهم بس انا اقوى ادفاع اقوى كلين شيت وعامل رن غير طبيعي في كل شيء فانا ليه ماخدوش وبعدين ده انا طورت نفسي بقى ده اعملت كل حاجة المرات ان انا احاول ان انا افضل محافظ على نفسي لحد ماوصل الانطار الاخيرة افضل منافس يعني في الوقت ده كان قرسنا الموسم اللي فات بياخد الغدس بقى بتاع الشجرة الموسم ده لا واقف على رجله ومبارات السيتي دي ده حديدا عشان فيها كلام كتير هي واحدة من اسوأ من اجبح المبارات اللي ممكن تفرج عليها وافتكرت قوي مش عارف لي اول مثال جيف بالي مبارات ميلان ويفينتوس جووا اني لا السود علي وعلى دماغي لو اي فوزي قعدت تلات سنين يكلمني في الموضش ده اول خلاص يا جماعة تكسب ولا تلعب تكسب ولا تلعب لما بصدق عشان فيه ناس انا بصراحة بحسوني ان الكرة دلوقتي بقت لعبة غير اللي احنا كله بنشوفها يعني لما في الوقت اللي احنا كنا بعيشين فيه وبعصرناه مباراة ميلا ويوفينتوس لما كلها تفرجنا عليها وتشوف لعيب على أرض الملعب مستحيل تطلع المنتج ده جماعة وانتوا قفرة انتوا بتعملوا ايه مش معقولة يعني بس في الاخر كم محاولات وكفرص اعلى بكتير من مباراة الستيو وارسنان انما مباراة الستيو وارسنان تشعر ان ولا لعيب عنده مساحل الابتاع ولا لعيب على أرض الملعب اللعيبة دي كلها سوريا هنأسف في التعبير فوعلية كلهم فوعلية حبي انت تتحرك هيا تاخد كرة تعمل كده فتلاقي الماتش كله عامي كده فيفا ايه ده ايه الماتش ده يعني تتفرج على ماتش ليفر بول برايتو الأكرم تتفرج على ماتش نيو كاسل ويست هام ايه الحلوة دي فيجي تتفرج على قمة بقى البريمير ليج لو دي قمة بتاعت البريمير ليج فطبيعي ناس تعد أسفاليو ناس تعد تطالع روح وده الدوري بتاعك دي القمة طبيعي يعمل معك كده فطبعا ده اللي وصله الجورديولا وده اللي عمله أرتدت عشان يبارك زباست بالستة ثلاثة واحد بس خليني بقى اروح لأرسنل لحد ما قولت قبل صراع ليفر بول لأرسنل عندي بس حاجة عايزة اقولها على صلاح على قصة الزكرة صراحة صلاح وهلند يعني انت عارف انه انا بحب كابتن ضياء السيد جدا فيعتقدي الشخص يعني كابتن ضياء السيد قالي الحقيقة المطلقة لو نسبورت افقام النهاردة في قصة محمد صلاح وحسام حسن صراحة يعني كباتا طبعا ما كان بالاحترام والتقدير ليهم مع زمانة محمد الليسي قال حاجة فاعتقادي هي قصة حقيقية لانه التفاصيل بتقول كده كابتن ضياء كان بيتكلم على انه السبب الحقيقي للخلاف علشان ما نروحش في أقويل كتير لا أصابة ولا هناك ولا هنا ولا بتعالج ولا الكلام ده خالص كابتن حسام حسن كان مترشح للمنتخب المصري في أوقات كتير من 3 و 4 و 5 أجهزة فنية فالله حصل انه في الأجهزة الفنية اللي جات لمنتخب مصر سواء الأوروبيين اللاتينيين المحليين كان هناك أشخاص بيقولوا لكابتن حسام حسن ان السبب في عدم وجودك في قيادة منتخب مصر وصلاح لأن صلاح هو اللي بيحكم وهو اللي بيجيب المديرين الفنيين وهو اللي بيجيب اللعيبة أصحابه اللي بيجوا في البتاع وكابتن حسام سمع شوية الحاجات اللي شبه كده يعني فكان عنده قناعة من البداية انه صلاح ده جاي بيتحكم في بعض الأمور الموجودة في القصص طبعا التصور ده قياسا بشخصية كابتن حسام في التعامل مع بعض الأمور دي على مدار ما سرته أحيانا بيسمع شوية الفكرة فين بقى ان كابتن حسام جاي يضرب منتخب مصر وآخر شط موجود لصلاح وهو قاعد جنب فيتوريا ويقولوا يا جماعة كده كده مكمل تقلقوش كسبنا اتغلبنا عملنا كده كده مكمل وده ما حصلش وبالتالي إذا كانت القصة حقيقية وأنا الحقيقة مصدق جدا في الموضوع ده فلازم يبقى واضح انه صلاح مش متحكم فيها حاجة في المنتخب وما كانش له حاجة في المنتخب قبل كده تقول ان انت حكمت بأحكمك في حاجة وبازط بمعنى انه صلاح ده مثلا قيم كسل عالم لو كان هنا هو بيحكم على اللعيبة على هكتور كوبر احنا طلعنا كسل عالم لو فرضا كان له كلمة في حاجة يعني او كان له رأي في حاجة يعني احنا لما وقعنا وقعنا بسبب صلاح هي دي الفكرة فنقطة مهمة جدا في السياق الحاجة التانية بقى مباراة ليفر بول الاخيرة في الدوري مع برايتون هي اول مباراة في الدوري صلاح بيلعبها لمدة 90 دقيقة من ساعة ما رجع يتعالج في انجلترا ومن ساعة مكلوب قال انه لحد النهاردة ما يقدرش يلعب 90 دقيقة هنتكلم على ميناير اللي فات تقريبا لحد النهاردة دي اول مباراة في الدوري مش يوروبا ليج يلعبها صلاح 90 دقيقة كل الماتشاتر اللي قبل كده من سيتي لللي قبله لللي قبله لللي قبله بيشارك في بعض الدقايق وبالتالي اللي قاله يورجين كلوب او اللي حاول يبيع يورجين كلوب بما انه فيه نظريات مؤامرة كتير يعني بيبان انه على حق انه بعد ثلاث شهور بيرجع صلاح عشان يلعب اول مباراة كاملة ليه في الدوري فولا كان بيستعبط ولا كان بيستهبل ولا كان مسافر يتفسح ولا كان هامل ليفر بول اكتر بالمنتخب ولا الكلام الفارغ ده كله ماشي انت خلصت اوه هاخش انا بقى فني اولا بي احنا انت خلصت صلاح من مرة اللي فات او لا بس فيه نقطتين بما انك فتحت بدأت ليفر بول هاخد ليفر بول قبل ارسنل وعندي نقطتين مهمين جدا في موضوع صلاح تحديدا اول نقطة مباراة برايتون دي تحديدا من اربع سنين ليفر بول كان بيكسبها اتنين واحد وكان المثلث الشهير اندرسون وارنولد وصلاح اوجع عطائه عشان ياخد ليفر بول لقب الدوري لا اول مرة موسم الاستثنائي بتاعه سبحان الله بعد الاربع سنين دول المباراة تتكرر تاني وخلي بالك ليفر بول مع برايتون تحديدا الموضوع دايما بيبقى صعب ما بيكسبش كتير يعني فتتحقق المباراة تاني دين واحد ولكن بمثلث مختلف تماما يقوده من سبوصلاي مفترض مع كونر برادلي ودخول ماكاليستر كمان اللي كان معاه بس في الاخر المثلث كان في الاساس بتاعه سبوصلاي مع كونر برادلي ويظل العنصر السابت الوحيد في هذا الامر بالنسبة ليفر بول ومحمد صلاح اللي من اربع سنين كان واحد من الاعوام المؤسرة الهداف والمؤسر والنجم وبعد اربع سنين والهداف والمؤسر والنجم فدي القيمة بتاع محمد صلاح اللي هتعرف معناها بعدين ان العيب يفضل على هذا الكم من المواسم في البريمير ليج مؤسر بهذا الشكل وبقوة الانتاجية التهديفية اللي عدى فيها عظماء كتير في البريمير ليج من اجنحة وهدفين ما يدريوش يوصلوا لكم هذا المواسم من ان انت تفضل تعدي العشرين بلس في الاهداف والاسستان دي قيمة محمد صلاح النقطة التانية المهمة جدا رجع الشريط كده تاني وصف كله كان مليان احداث صلاح راح السعودية صلاح راح السعودية اه احسن له ما هو كده كده مش هياخد حاجة ما كده كده المواسم خلصان ما ليبر بول اصلا فتس ما ليبر بول خلص ما الدنيا خلصت شوف سبحان الله احنا في ابريل طبعا وصلاح اقرب ما يكون من تحقيق لقبه التاني للبريمير ليج وهو حاليا متصدر اه فرق نقطتين وتلات نقطة بينه بين الستي وبين ارسنل بس كنا فين وبقنا فين طبعا تقدر تقول الكلام ده ان انت بعد في شهر ابريل ان ليبر بول هيبقى متصدر على ارسنل وعلى الستي مستحيل وصدرت الهدفين وارلنج هالند ومنافسة رغم اصابتك الكثير يعني الفترة اللي اجابها يعني كل حاجة الحاجة الاخيرة في ليبر بول عشر بقى ختمت قصة ليبر بول يلا في انت الله على ماكاليستر الله على ماكاليستر يا جماعة ماهو ماكاليستر ده واحد من اللعيبة اللي بتحسسك بأيام زمان بصراحة يعني السبوسلاي بيلعب له الكورة عشان بس الناس بتتكلم عشان الناس بس لما بتفهمش غلط المسلس كان مسلس زي ما هو كونر برادلي بسبوسلاي بصلاح بس الميزة ايه ان جيورجي كلوب استغل تحديدا الجبهة اليسرى لبرايتون وقوة الجبهة اليوم عشان جو جوميز كان بيلعب ناحية الشمال بدل روبرتسون فهو ما عندوش جبهة تقريبا في لويس دياس كان لوحده تقريبا فماكاليستر تحول من رقم 8 ماي لناحية الشمال شوية للعيب رقم 10 ماي لناحية اليمين عشان يبقى مستطيل بدل هو مسلس عشان تسيبو سلاي من ناحية اليمين هنا لما يلعب الكورة لماكاليستر كان قدامه مين في مطاعة الجزاء برادلي وصلاح الاثنين بس شوف العبقرية بتاعتماكاليستر والهدوء بتاعه والسباة الانفعالي ايه الجمال ده جماعة لما جيت قلتلك كلعيب رقم 6 هو فارق جدا جدا مع ليفر بول رغم ان ده مش مركزه الاصلي وانت قلتلي بس يعني مش حاسين باللي هو فهم بس لما دخول اندو وابتدى اندو يبقى هو اللعيب رقم 6 وتحرر ميكاليستر هجوميا شفت نسخة في منتهى العظمة فميكاليستر في الوقت الصعبة كمان بتفعي جدا فميكاليستر واحد من المكاسب بتاعت الموسم واحد من العناصر اللي هتساهم بشكل كبير يعني تديها 30-40% لو ليفر بول حقق الدوري بصراحة بلوجة نظري ميكاليستر بشكل عام ليفر بول أرست ما بين ليفر بول أرست مرشح ما بين ليفر بول أرسنل في الوقت الحالي لأ خد بالك عشان أبعد خطوة أبعد خطوة لأ ثانية واحدة عاطفيا أبعد كتير مش موجود ماشي ولكن تعالي بأرض الملعب فنية هقولك 3 حاجات بس على كل واحد فيهم الستي هو أسهل دوري أسهل ماتشاط طريقه هو الأسهل قد يكون أرسنل هو الأصعب ليفر بول نوعا ما هي مباراة منشستر اللي فرق بينه وبين الستي إنه مغير كده ليفر بول شبه سيتي شوية عشان كده البتاع الخزعبالي الكمبيوتر اللي عملهه ما تشوف زديدة قالك 47% ليفر بول يكسب يعني وفقا للأداء وفقا للبتاع وفقا للمتشاط اللي جاية عشان كالليفر بول نظريا وفقا للرن هو الأقرب يعني بس السيتي متشاطه أسهل واحد في الاثنين فممكن يخرهم عادي أي حد يعتل في الاثنين خد الدوري سامو عليكم النقطة التانية بقى والأرسنل تحديدا فيه شقين مهمين جدا أشياء بقول لك أرسنل حظه فقري بشكل غير طبيعي أرسنل السنة اللي فاتت حقق 26 فوز حلو حلو ولكن لم يكن كافيا هو كان كافيا في دوري الله هزيمة 3-4 لو تفتكر حققوا بـ 26 فوز والدنيا كانت حلوة وجميلة وخلصنا الدوري والدنيا في منطقة العظمة 26 فوز اللي حققهم أرسنل الموسم اللي فات ما كانوش كافيين لأن عندك سيتي حقق 28 لما ليفر بول حقق 28 سيتي حقق 29 لما ليفر بول عمل كل حاجة في الدنيا بقى وحقق 29 ولا 30 سيتي كان بيفجأوا بـ 32 ماكسب ودي قيمة السيتي اللي عملها جوارديولا ما كان بيكسب بس بيكسب بس بيكسب بس رغم أنه مفترض أنه في الموسم هو سيء جدا يعني النقطة التانية المهمة جدا اللي تقول لك أرتدت على مباراة السيتي تحديدا كان بيقول أنه في المحاضرة بتاعته للعيبة أرسنل السنة دي بقى وده الفارق ما بين أرسنل السنة دي والسنة اللي فات تشوف التطور الكبير ما بين فريق قسر 3-1 الموسم اللي فات وكان أبعد ما يكون أن السيتي هو اللي عمال بيدي كده وأرسنل فارق كبير قال احنا بعيد عن السيتي اللي فريق قدر يعمل شبه دابل على السيتي الموسم ده قال لي لعبته ايه قال لهم أول حاجة عشان تلعبوا السيتي محتاجين تبقوا عندكم القدرة أن انتوا في عدد 30 باصة تتابعوها وتجروا وراها بعد ما عملتوا كده وقدرتوا تجيبوها لازم يبقى عندكم براحنة كده أن انتوا لما تخسروا الكورة هتعيدوا تاني نفس الكورة أن انتوا 30 باصة اللي جايين برضو تجروا وراهم وتتابعوهم عشان السيتي ما يخش عليك لو انت وانت بتتكلم معايا كده وانت سمعني قدرت تستوعب الكلام ده واتطبقه ساعتها بس تقدر تقابل السيتي لو انت وانهاجت وقلتولي ايه يا عم ده يعني افضل اجري واعمل وبتاع 30 باصة بعد ده باخدها تقدر مني تاني واعيد نفس تاني لو عملت كل ده لو ارهقت وانت بتتكلم او انت بتسبع ما تقدرش تلعب السيتي ودي لعب قرية اللي قدر قرتبت يطبقها مع مع السيتي السيتي كان عمال يباصي كان باصة بص تسعمية وصل لرقم كبير استحوال سلبي لان ارهقت درب لعبته السيتي هيقعد يباصي كتير عشان يفضي مساح ما تفضيش المساح بتخليش لعبتي السيتي لها اي منفذ لو انتوا بالكوا طويل فاحنا بالنا اطول بكتير فبصراحة المنتج اللي وصل له ارهقت المنتج حقيقي تحية كبيرة جدا لارتت جدا ان هو يوصل فريقه على مدار السنين اللي فاتت من فريق بيعيد او لما تشوفه ده مفيش منافسة يا باشا ده السيتي يعني بيهم معه كل حاج يقامل علي الجيم يكسبك بالمرتدات يكسبك بهالندو وديبرولن لوحدهم عمل كسبه بكل الطرق الممكنة للموسم ده واحد من اصعب المنافسين اللي قابلهم بالسيتي على مدار الموسم كله ومش قادر حتى يدخل فيه هدف فديد اعبقرية بالنسبة لي اللي وصل لها ارتتا فاجمالا بقى عشان نختم كل ده ليبربول يكاد يكون في فرصة ذهبية لتحقيق لقب الدوري الاسهل عنده صلاح اللعيبة بترجعله فنوعا ما يقدر ارسنال عنده الاصعب موقفه كرن صعب جدا جدا فشايف انها في الاخر ممكن تقنضب ليبربول سيتي من بريمير ليج تعالوا نروح شوية ليت شامبيونز ليج خلاصنا كلام عن ريال وستي الموقع المنتظرة يعني تعالوا نروح لبرشلونة مع الباريس سان جرمان عندي بس حاجة عايز اقولها عن برشلونة في القصة دي يعني مباراة لاسبالماس دي قدت اندكيشن مهمة جدا عن برشلونة ما قبل مواجهة باريس انها تبقى صعبة جدا اولا يعتقدون في كامب نو انه نصر الخلافي بدأ يعمل حاجة شخصية عند شخصي مع برشلونة عقد نيمار بامبلي الرغبة في الحصول على كوندي ردا على فسخ التعقد مع قطر من جانب برشلونة فيعتقدون انه في شبهة عند شوية في انه راس براس باريس برشلونة في الوقت الحالي ده رقم واحد رقم اثنين ليه بقول مباراة لاسبالماس بدي اندكيشن خطر على مباراة باريس لانه حصل فيها حاجتين رغم فوز برشلونة اولهم انه بدأ يكون فيه مشكلة عمارة في فكرة انه لعيبة برشلونة في اتخاذ القرار في اللامسة الاخيرة مفيش ربط بمعنى لاسبالماس بيلعب معاك خط دفاع متقدم نسبيا لعيبة برشلونة ببص كتير وقت لما هتاخد اللقطة الاخيرة انك هتودي اللي رايح انفراد بتلاقي مشاهدكم داي انه لعيبة البرس سواء ان المهاجمين او الاجنحة بقوا في اوف سايد بكيلو وعبال ما بتوع انك تدور الكورة وترجع تاني هترسج مثلا اوف سايد ويتكرر للمشاهد ده كزا مرة انه زي الكورة تتدور في نص الملعب كويس لكن في اللامسة ما قبل الاخيرة الطايمينج بيبقى سيء جدا علشان تخلي لعيبتك كل مرة وقاعدين في الاوف سايد الحاجة تانية بقى السيئة انه راسبر مثلا ما ضغط عليك ارس بس شوية في الضغط العالي بقى ان انت بسا عندك مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع يعني انت في دفاع الكتلة بتحاول لكن في فكرة التمركز لما بيضغط عليك عالي لابقى كرة قطعت العائلة بتفلت بقى زي الدومنو واحد وقع فالبقى بيكره وراه فمين طلع يقابل ومين هيمسك بتستعيد المشاهد القديمة اللي كان برشلونة بينهار فيها في مباراة كتير يعني فماتش مريزة بالنسباني بحتاج اولا يكون في عنصر اتزان قوي بفكرة الاربعة اللي في نص الملعب اللي انا شريها جدا بالنسبة لبرشلونة حاجة تانية زبط الطايمينج المهم جدا اللي في اعتقادي ممكن يبقى افضل لو انت بتديد تشتغل من على الاطراف شوية مش كل مرة انت مصر تبني من الملعب من عمق الملعب وترمي بعد كده في ظهر الدفاعات بل انه شغل الاطراف هيبقى مهم جدا وانت بتلاعب فريق زي باريس مباراة الموسم طبعا بالنسبة لبرشلونة ما في المية يعني وآآ يعني آآ انا زي ما قلتلك انا انا برشح باريس لأسباب كتير رغم ان مفترض ان الارث عند بارشلونة التاريخ عند بارشلونة كل حاجة عند بارشلونة وعلى فكرة بارشلونة هيقدر يلعب مباراة كبيرة عنده فرصة زهبية ان هو يلعب مباراة كبيرة بس للاسف بعض الحاجات اللي انت قلتها دي هي دي اللي انا بالنسبة لي بتفضل شوية الحاجز اليابني وبين تشافي بشكل عام على فكرة تشافي مدير فني ربما في وقت تاني ممكن يعمل ران احسن من كده او يبقى في وضع احسن من كده عموما بشكل عام بالنسبة لبرشلونة بس اللي انا بشوفه الاجج ده الزيادة دي ماتشاط الشامبيوز ليج ماتشاط القمة في اسبانيا اللقطات اللي هي البسيطة دي بتفرق معاك حاجات كتيرة المدير الفني بيقدر ينقل لعبته لبعد تاني لبعد اللي انت بتشوفه ده لما تلاقي العشوائية هي النمط اكتر بين النمط يعني العشوائية طاغية اكتر على النمط بتاع الفرقة تشعروا ان اللعيبة المساحة الابداعية بتاعتها اكبر بكتير من المنظومة بتاعت المدير الفني فبالتالي بتشوف قرارات من دماغ كل واحد ما حدش يقدر ابدا ينكر كمل عناصر اللي دخلها تشافي على المنظومة الجديدة بالنسبة لبرشلونة وهي دي اللي عاملة نوعا ما الصلابة اللي لسه برشلونة بيتمتع بيها لسه في الدول بس لما تخش على لفل شامبيوز ليج مع مدير فني ذاكي جدا زي انريكي لان باريس سان جرمان تفرج على مبارات مارساليا بشوف ان هو بيفكر جدا 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 لان هي دي مبارات برشلونة بالنسبة له الكاونتر اتاكس المرعب مرعب بقى بيطبقه بشكل رائع جدا انريكي مع انت خلي بالك عندك بقى ايه باركولا وعثمان ديمبلي وجونزالو راموس دا غيرين بابي وفيتينيا بكمل بامري كل دول صراع جدا جدا وياخدوا الكرة وبتلاقي بس وحكيمي طبعا فانت بتلاقي نفسات جاية ودي اكتر نقطة بيعاني منها برشلونة طوال الموسم اي فرقة على الدفاع المتقدم بتاع برشلونة او حتى كمان الاخطاء السازجة سواء لانيجو مارتنيز سواء لكريستينسن كوندي اه جايب فوربا بقاله 3 ا4 مباريات دي حقيقة واحد من افضل لعيبة برشلونة مؤخرا بس استيل هو مش على عدلته في الباكة اللي مين ولم تخليه هو طبعا التفكير دلوقتي بن تشافي وفقا اللي طالع يعني من صحافة اسبانيا ان تشافي هيحط كوندي على مبابي هي دي البلديات بقى مع بعض في عيشه بس محتاج كوندي ان هو يتسلح بكيميش فهم بنفس الاداء بنفس الراونق اللي عمله شفت عمل ايف سانشو في مبارات دورتومنت نفس الكلام بقى ان كيميش يعمل نفس اللي عمله كمان ما عام بابي في مبارات فرنسا ألمانيا محتاجة محتاجة شغل كبير بس اللي اعتقد ان باريس لأ عنده القدرة ان هو يقذي برشلونة جدا رغم ان برشلونة ممكن يقدم مباراة كبيرة طيب على ذكر اندريكي عايز اقول نقطة مهمة جدا كل التحية والتقدير والاحترام للويس اندريكي على اللي بعمله معام بابي بصراحة يعني يعني انت بقى مدير فني صاحب شخصية قوية ما ترجعش خطوة الورا وانت بتواجه اهم العيد في العالم في بلده وفي مكانه وقدام جمهوره الاستبدال اللي حصل التغيير اللي حصل ده ومبابي لغة الشفاه المراضي افشاة يعني طالع من الملعب بيقول له انت يعني ها تعرف يعني فييجي رد الفعل هنا وعندك كذا option اولا تصطدم وتجمد وعندك مطش مهم فالاول تانفي تقول دي اشعاته وعمره مع قلل من احترامه لي حاجة التانية عملت اللي انت عايزه انك طلعته بره الحاجة التالية هي الاهم في المطلق ان انت قلت قربة دارة الفرقة طوله ما انا هنا انا اللي باخد القرارات من اللي يطلع ومن اللي يكمل الاخير انك مخسرتوش فينزلك مطش الكاس يقهلك نهائي الكاس الاول مرة مش عارف من كم سنة طبعا انت عملت كل حاجة كل حاجة في كده بس الفكرة فين بقى الفكرة ان اللي مبابي بيعملوا ده في باريس مديني انديكيشن ان احنا في ريال مادريد هنتفرج انا فهم ان الريال حاجة وباريس حاجة وكل الكلام ده بس ده واحد بلغ من القوة والنفوذ انه عمل في ريال مادريد كتير قبل كده لغاية باريز سابه لحد الاخر بقى خلص مشاكلك وتعالى لكن في نفس الوقت هو عارف ان لو في يوم من الايام انا قلبت على الريال مادريد او الريال ده اتنك علي او انا عايز امشي كل العالم عايزني ودي حالة ما تقتربش لحد الا مثلا كريستيانو او ميسي يعني اللي بيجي ريال مادريد بيبعارف انه انا في المكان ده ماينفعش اخسره لأي سبب من الاسباب لانه مش هلاقي غيره ويمكن الان ده ما تهتمش بايا زي ما انا موجود في ريال مادريد لكن الواحد زي امبابي ده بالذات وعارف انه النهاردة كل فرق انجلترا عايزة برشلونة يتمنى لو كان معاه فلوس عشان يروح يتعاقط بعد كل الدنيا هتبقى عايزة ففي اعتقادي انه الاتتيود بتاعه الشخصي بيتفرد على الفرقة اللي هو موجود فيها وانا فاهم انه كارلو انشروطي لموسم الجاي هيحاول يحتوي لحد الاخر لكن متخيل ان الراجل ده هنعيش معاه فصول من القصارة لن تقل عن قصة انتقاله الرئيال مادريد والله حصل فيها الفترة اللي فاتت وفي رأيي هيبقى اعظم افلام نتفلكس على الاطلاق بعد عشر سنين من دلوقتي كل راحلة مبابي مع الكور حلو نوطتين حلوين بقى يال وقف عند الاولى لما انت عملت لما انت قلت اشدت بانريكي عن عمله مع مبابي وده لما تفتكر لما قلتلك حماية المدير الفني للعبته والفرقته والمصلحة الفرقة هل انريكي ما شافش مبابي هو بيشتم شافه صح ردت فعلي قدام الاعلام ايه ولا اي حاجة خالص انتم ملكوا باشا انا مدير فني وانا طلعته وهو ايه بل انتم ملكوش فيه هي دي عبقرية المدير الفني تبقى المشكلة بص ده بقى دي مش مشكلة في قط اللبس واشاعة تلعد ولعيب راح فين وجي منين لا ده وانريكي طلع يقول ايه في الاعلام ولا اي حاجة خالص انت هتكدبني انا باشا اقول لك اللي بقولولك ده تاخده فالصحفيين امتدوا ايه تعبتقول ايه يا عم وفي الاخر راح ايلي عزز من نفسه انا المدير الفني وانا صاحب القرار وانا بقول كذا وانا بقول كذا وانا ببيل عيب محترف وانا ببيل عيب كذا طلعك من القصة كلها ودك في حتة تانية خالص وحافظ على فرقته وحافظ على نفسه وعمل القرار اللي هو عايزه وفرقته كذبت الكلاسيكو بتاعه قدام مارسيليا وداخل على المباراة اللي جاية عادي جدا ولا اي حاجة قدام ببينات مشي شغالة دي نقطة نقطة التانية بقى بخصوص امبابي فريال مدريد يعني اول حاجة صحافة اسبانيا بتاعت مدريد قوية جدا دخلت على الصحافة الفرنسية على طول طبعا في فرنسا رفعوا السكاكين لامبابي ايه عم ده عمال بيعمل ده عمال بيسوي ده ناموزك ساي إيه لبس مدريد بتاع رحت الصحافة الاسبانية بتقول ايه ايه واحد يصدق الكلام ده الصحافة الفرنسية بتسوي بامبابي وده عادي شغل طبيعي عشان اللي وقت ماشي وسايبهم ده رقم واحد رقم اتنين مع فلورنتينو بيريس تحديدا ما اعتقدش ان فيه لعيب ايا كان ايه هو انه ما يتكسرش الشوكته في مدريد لان انت في الاخر مهما كانت عظمتك كلاعب كل اللعيبة دي اتكسرت شوكتها في مدريد دي وجهة نظري فينيسيوس ايه فينيسيوس كل اسبوع بيعمل لك مشكلة بشكل اوبا اخر مشكلة هو اللي عملها او اقحن في مشكلة انت داني فينيسيوس مش بكلم على قصة عنصرية بكلم على غدع لا انا بكون راحة فيها عند رائعي غدع مثال فكرة انه مش هو سبب بقول انه اللي بيحصل ده مش فكرة كسر الشوكة لا فكرة انه في مشاكل موجودة بيحصل يعني موجود في غرف خلق مشاكل بتحصل لكن انت ببيش شخصيا انت ببيش شخصيا موضوع الفلوس ده فضل ماشي لغاية ما في الاخر جي فرمان انه هيجي زيهم علشان ما بقاش فيه مشاكل في قط اللبس يعني اتظبط الموضوع على انه ما يحصلش حاجة بس هالضمن ده سعيتها ما يكررش يعني انت بعيد المثل بالنسبة لي يعني فينيسيوس مهما كانت مشاكل انت بتكلم عن مشاكل عنصرية لو بتعرض لها بتكلم عن المشاكل بتحصل الجوة الفريق بشكل عام تم طبيعا لا لا في اي فرقة في العالم بيحصل فيها مشاكل وخاصة لما انت بتكلم على لو انت لاري مدريد ده بحجم النجوم اللي فيه بحجم الإجوز اللي فيه ده مفترض ان نكمل مشاكل اطلع لعالم لا طبعا ده اكتر بكتير في الاخر الفرقة محافظة على نفسها بتكسب اللعيبة كلها متقلقة اللعيبة كلها بتشارك ده انت ما دي حاجة استثنائية على فكرة ده اي فرقة حط اللعيبة دي كلها في فرقة غير ريال مدريد الدنيا مش هتولع ده هتبوز ده انت لو تجيب نجبين في فرقة الدنيا بتخرج ما بالك بكل دول انت عندك بلينجهام وعندك توني كروس وعندك لوكا مودريتش لعيبنك مؤسطورة واعد على الدكة مع فالفيردي مع كامافينجا مع تشواميني مع رودريجو يعني مودريتشو كروس حارفين ان هم في النهايات خلاص بقى استراحة زي رودريجو مثلا لو ملعبش هيمشي على فكرة رودريجو تسأل شفت التصريح بتاعه بتاع مبابي قال له مبابي جاي قال لعيب كبير طبعا ولعيب مهم وإضافة كبيرة جدا قال معنى وجود مبابي ان ان انت هتوقع الدكة قال دي حاجة ترجع للمدير الفني بس انا مبسوط جدا ان انا افريل مدريد ومحب الكمبيتشن محب النافس بس لما راح البرازيل قال لهم انا بالعرف ما كان مش بريحني والراجل عادل وتاني كأنشلوتي خلي بالك انا برازي مش اكتر ما انا واخد بالي ما انت عمله كل ما اديك حاجة بس القصد ايه بص كل اللعيبة الكبيرة بص خلي بالك حجبة الجالاكتيكوس بواحد غير أنشلوتي كمان ان يبقى عندك بيكهم بروبرتو كارلوس بزيدان بفيجو بكل الاشاوز برونالدو وان الدنيا تمشي طبعا ما مشيتش بالشكل اللي يعني عشان دول برضو حاجة هم يبقصوا يا اساطير يعني اساطير بشكل مبالغ فيه يعني في السرية المدريد كل واحد في دول عارف انه خلاص في الكريزة ده اخر الكورة يا بش ده السقف هتعمل ايه تاني ما هو هتعمل مشكلة هتروح فين ما هو بالزبط يعني هتعمل اقوى حاجة في الدنيا وبعدين حتى كريستيانو نفسه راجل جاب له زيداني قاعده على الدكة مثل ما يعني كريستيانو بعظمة كريستيانو قاعد على الدكة في ريال مدريد وهو لسه عنده يعني نقطة مهمة جدا عمارك وانا على زكرة يا مدريد ريال بيزبق في اول يعني في اول كل حاجة يعني اي حاجة بتحصل في التاريخ الاول ريال مدريد هو اللي بيزبقها يعني فيفترض ان في مواجهة مواجهة برشلونة لأول مرة شاشة اللي هتجيب الملعب بالتلتمائة وستين درجة والحقيقة يعني انا كنت بتخيل انه ريال ممكن حد يزبقه في الحاجات اللي شبه كده بالذات انه فيه اندية دول بتصرف عليها فالتقنيات الحديثة دي اللي بحتاجة فلوس كان ممكن الفرق دي تعملها عادي جدا يعني سيتي باريس اللي بيرنا حتى الحاجات دي كان ممكن فيه سابق فيه لكن ريال مدريد هيعمل ده لأول مرة وبالمناسبة البيعة دي اتباعت على فكرة الملعب من حوالي سنة وشوية لما نزل تقرير المليار للملعب هيجيبه وقالوا ان اول حاجة ريال مخطط لها بجانب ان انت الناس هتجي تتفسح مش مجرد مبارات كرة هيعملوا ترو في حفلاته وفيه وفيه بعت الملعب دي انه قد ايه التجربة الخاصة بمشاجع ريال مدريد انه قاعد بشايف الملعب كله طبعا ما نروش اللي هيحصل بس متخيل يعني ان انت بشايف حركات اللعيبة يعني اللعيبة من كل الاتجاهات الممكنة وقدامك طول الوقت بيانات وحركات وحاجات فانا متحمس جدا اطلع زيارة لهذا الملعب علشان اشوف اللي هيحصل يلا بينا يلا بينا انتاج يصرف شوية انتاج يصرف شوية برضي قبالك انت بمناسبة اقولك على رقم تاني بعيدا عن اللي انت بتقوله ده رقم انا وانا بشوف كده حوارات ريال مدريد دي عشان انا بحب شوية انبش يعني لعيت رقم مرعب مرعب انا مكنش بصدق الرقم وعدت اتأكد مصدر واثنين وثلاثة تخيل ان ريال مدريد هو اكتر نادي في اوروبا موزع لعبته على الخمس دوريات الكبرى يعني ايه يعني اللعيبة الناشئين واللعيبة البودلة واللعيبة اللي عمل لهم اللي هو اللعيب اللي راح بس فيه في عقد ريال مدريد ان هو يقدر يشتري تاني وصل في الخمس دوريات لاربعة واربعين لعيب تبو تخيل عارف فلوسنا برا ريال مدريد عامل حركة مغفل فيها اوروبا كلها كلها انت تتخيل ان اكتر فرق مصدرها لاوروبا مثلا من الفرق اللي عندها اكاديميات جملة يعني برشورة مثلا فاهم السيتي باعتبار ان السيتي عمال بيزا بوزع اكاديميات نفس الكلام فرق كتير بشكل عامل والفرق اللي في ألمانيا والفرق اللي في فرنسا تخيل ان ريال مدريد هو اللي عنده اربعة واربعين لعيب متحكم هو في مصيره يا اما بتاعه يا اما اعارة يا اما باي اوت كلوز يا اما فيه شرط جزائي يرجعه تاني كل اللعيبة دول يرتفطوا بس بريال مدريد خلال اربعة واربعين لاعب يا جوا حدا مش عارفة اقول لهم ايه بصراحة لا لا رقم مرعب يوريك هو ماشي في كم اتجاه ريال مدريد بصراحة يعني طيب من الماتشات بقى تعالوا نروح للمدربين لانه تشافي ألونسو أعران خلاص انه ليفركوسن الموسم الجاي حلو مني اه قلت ان ذا احتمال يبقى وارد جدا حلو مني كان من يناير اللي فات اه اول من اخباركم محمد عمر فبراير فبراير اللي فات اول من اخباركم كان كنت محمد عمر لا مش اول من اخباركم كان هو كان الناس واخدأ وطبيعي ان تشابي ألونسو كان خلاص كل الناس قالت ليفريبول وبايرد والاغراءات كانت كبيرة فكله توقع انه يمشي بس كان فيه توقع تاني لانه كان مستند على شخصية تشابي ألونسو يعني الناس لما كتبت صراحة في ألمانيا وكانوا بيحللوا الشخصية انت عارف الناس دي بتمشي بقى بالفاهم بالإيه فكانوا بيتكلموا على تشابي ألونسو ان تشابي ألونسو في فترة اللي هو كان فيها في رقل مدريد تحت 14 وحتى في رقل السوسيدات الرديف لما كان لسه بيدرب جال له مونش انجلاتبخ بعد ما ماركو روزة ميشي في 20 و 21 ورفض قال لا أنا لسه بدري أنا محتاج أكمل هو تشابي ألونسو راجل راجل حكيم في نفسه كده تحسه فهو حتى بستايل لعبه فهو شايف ان التجربة بالنسبة له لا أنا لسه عندي باي لبركوز أنا عايز أتطور أكتر عايز أكمل أكتر فأكمل الموسم ده فطبعا ده اللي خلى ايه بس فيه فيه نقطة برضو أنا فتقادي نتشابي ألونسو فكر في رقل مدريد يعني فكر إنه السنة الجاية كده كده أنشيلوتي هيعد السنة الجاية اللي بعدها مش هيعد فأفكر إنه لا إسبانيا وبرضو نقطة مهمة عمارة هنا إقاع لعب تشابي ألونسو الإقاع بتاع اللعب وبتاع تكوين ليفر كوزن اللي هو مناسب لبرامير ليج ما أعتقدش يعني أعتقد إنه ممكن انتبقى نوعية الكرة اللي بيلعبها تشابي ألونسو قريبت الشبه شوية لو حاول يطبقها في إسبانيا لكن في إنجلترا عندي بعض التحفظات يعني مستنى شوفه قدام خصوم أكبر أوقاع عشان تقدر تشوف ماذا تتقل بخلاف بقى أنت فريع مدريد وانت بتراهن على جنة الكرة وما فيها يعني عندك اللعبة وعندك الجمهور وعندك الدعم وانت أصلا إسباني وعندك مبادئ هتضفها كمان للكرة الإسبانية بالشكل بتاعك الجديد فهو اشترى إنه حتى لو فيها احتمالية استنى عليه لغاية ما تقفل ما أخد بالك في كل أحوال هو ريسك كبير أنت برضو أنت ممكن تكمل الموسم الجاي مع باي لفيركوزين وتخصش تشابيوز ليج والدنيا تفشل أو الدنيا ما تبقاش بنفس النجاح ده هلعب عندك تكمل فرص دي يعني هاي اللي هيبقى ليفيربول خلاص هيجيبه دير فني باي الميونيخ هيجيبه دير فني يالا نتكلم في ده فهي دير فكرة فهي دير فكرة فاهم إزاي هو عايز لسه يكمل وعايز يحافظ على فرقته وعايز يطلع منه أفضل حاجة ويقابل الشابيوز ليج مع الفرقة دي تحديدا يعني طيب تخش بقى اللي بعده طيب ليفيربول هيعمل إيه باي الميونيخ هيعمل إيه ليفيربول وفقا للديتا اللي عنده خلي بالك ليفيربول بيغير الهيكلة تماما مايكل إدواردز أنا مش فاكرا احنا اتكلمنا في النقطة دي هنا ولا لا يعني انت تفكرني بس ليفيربول عمال يفاوض مايكل إدواردز من ساعة ما ميشي كمدير رياضي بقى له يمكن سنة ونص متواصل والراجل كل شوية ورفض راجل كل شوية ورفض بص أغروب كل حاجة لدرجة ان هم يعني فاهم علوله الباكيج على الآخر الراجل كان واضح انه كان عنده شرط وحيد يعني لان كل الصحفيين اللي في انجلترا لما جوا متكلموا قالوا ان مايكل إدواردز مش عايز يرجع تاني للخطوة دي مش عايز خطوة المدير الرياضي دي او عايز يفضل سنة او اكتر بعيد عن المجال القرة القدم بشكل عام بس اتضح ايه بخلف الكواليس بقى ان الراجل كان عايز صلاحيات اكبر كان عايز هو اللي يبقى مسيطر تماما على النادي عشان كده تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي لليفر بول هو متحكم في كل ما يخص مجال قرة القدم في ليفر بول بص من بابه يدله على المفتاح خش يا باش عيش مين المدير الرياضي مين المدير الفني السكاوتينج تيم هتنعمل ايه كل حاجة انت عايزها باش انت احنا عايزينك فده عندك انتحرك زكي جدا من ليفر بول عشان هم عارفين ان هم خسروا السحر يورجين كلوب مدير فني بامكانيات عمرك ما هتلاقي زيها تاني فعشان يخليك تغطي على عوار كتير معاكش مدير رياضي عندك مدير رياضي مش احلى حاجة سكاوتينج تيم ممكن مش ناجح قوي ففيش تنسيق بس كل ده ممكن يعد عند يورجين كلوب انه هو يقدر في الاخر يعملك بالفسيخ الشرباط اللي انت شايفه ده فكان لازم بعد مرحلة يورجين كلوب ان انا اجيب واحد زي ده مع ريتشارد هيوز اللي جاي من بولموس فابتدى يبقى هو اختيار كمان مايكل ادورز وبتدى يشتغله على المدير الفني فوفقا للداتا الناس دي بقى بتشتغل ازاي عشان تختار مدير فني عندها كده جهاز معين سيستم في داتا بتدخله ايه المدير الفني ده نقاط قويته ونقاط ضعفه فبيخش يقامل سكور فالسكور ده بيشوف هو ترتيبه فين في كل المدربين اللي دخلوا جهو الخلاط عالوا الخلاط دخل خلاط دخل بتاع طلع ده جايب اربعين من خمسين ده جايب اتنين واربعين من خمسين وهكذا يعني ممتاز فأعلى واحد كان روبين اموريم المدير الفني ليه بقى روبين اموريم رغب ان اموريم على فكرة تلاتة اربعة تلاتة او تلاتة واحد اربعة اتنين بالشكل بتاعها طريقة اجري طريقة بالزبط كده طريقة مختلفة تكاد تكون مختلفة تماما عن الليفر بول بيعملها كطريقة ولكن هو نفس النهج ونفس الاسلوب الجيجن بريس ان انا بضغط بسرعة في الضغط العالي بس تعيد الكرة بسرعة جدا الكرة الهجومية اللي بيحبها الليفر بول نقطة التانية واحد من اقوى المدربين حاليا على الصحة الاوروبية اللي بيطلع لعيبة صغيرة وبيطور اداء لعيبة هم طلع لعيبة كتير ماتيون نيز اللي انت شايفه ده هو اللي مطلعه نونومندش اللي بتاع بريس سان جمان هو اللي مطلعه بالينيا بتاع فولها هو اللي مطلعه لعيبة كتير وغير ان اللعيبة المهاجمين كمان بيتقلقوا بقع بشكل كبير ان هو بيلعب بطريقة كلاسيكية اتنين مهاجمين او مهاجم بيبقى لعيب رقم عشر بس بيزيد جومان تيت الجزاء موافق بالعلم موافق بس بالخبرة يعني بالخبرة مع بريمر ليج هل شايفت ده دي كافية عشان يبقى جمهور ليفر بول عنده السبق لسه جاي لك بقى خلي بالك انا بشرح لك التفاصيل دي بشكل عام تعالي نتناقش فيها هو روبين اموريم لو جيت تبصله هو مدير فاني على السح ما تقدرش تقوله ان هو وحش في اي حاجة بالعكس محقق دوري اول دوري من 19 سنة لسبورتيج مشبونا نتائج عظيمة جدا حققها ادري يخرج ارسلان من اليوروبا ليج عمل نتائج على الراندف 3-4 سنين دول وفقا لكل اللعيبة اللي اخسرها كمان والادارة بتاعت سبورتيج مشبونا كتعارفة رغم ان هو وقع شوية بعد ما حقق لقب الدوري رجع رابع في الموسم اللي بعده بس كانوا عندهم ثقة كاملة ان انت يا بشر اللي انت بتعمله ده مستحيل حد يقدر يعمله لان هم شايفين لا انت بتعمل كل حاجة طلع لعيبة شباب جونزالو ايناسيو واحد من لعيبة الشباب اللي بقوا خلاص وعثمان ديامان دي نفس الكلام طلع لعيبة شباب استثمر فيهم سبورتيج مشبونا احيا لعيبة تانية كانت خلاص ميتة قدر يستثمر في فريق كبير وفي الاخر بتحقق بطولات فانت على صعيد البطولات هو حقق يعني حقق كذا بطولة مع سبورتيج مشبونا على صعيد تصعيد للشباب موجودين النشئين موجودين ولكن فيه امور تانية عشان تبقى في البريمير ليج لفرقة كبيرة فيه كاركتريستيكس شوية فيه شخصية تعرف تشوف فيها يعني اللي بيعاني منه موريسي بوتشتينو لغد لوقتي مع تشيلسي رغم انه راجل متمرس في البريمير ليج ولكن هو لسه مش شخصية المدير الفني اللي ياخد معك بطولة هاي دي النقطة بس الرهان قدام مين ما انت روبين اموريم لو تجد بص مين اللي موجود على الصحة وعشان كده فين الافيلابيلتي زيدان خلاص خرجوا برا الحزب فانتو عندك ناجلزمن وناجلزمن ألمانيا هو البلان ايه بالنسبة لباين ميليخ دلوقتي تخيل يرجعوه تاني وتوماس توقل صعب جدا ييجي بعد يرجي كلوب في ليفر بول ان هم اصلا مش عايزينه ومش عايزين البروفايل ده بالشكل ده في التوقيت ده هانز فليك هانز فليك بعيد خالص عن ليفر بول مش هو المدرسة اللي هم عايزينها وشايفينه برضو يعني ابعد شوية عن المدرسة اللي هم عايزينها بالنسبة لهم في التوقيت الحالي بس بالنسبة ليفر بول اختيار روبين أموريم هو ممكن يبقى مع مايكل إدوردز في الإدارة الحالية يقدروا يشتغلوا ان هم خلي بالك ليفر بول مش هيبقى قوة عظمة تاني بالنسبة لي في أوروبا إلا بعد فترة لأن صعب قوي أموريم يحيي نفس الليجاسي بتاعت يورجين كلوب يورجين كلوب كان عنده فيه تلاتة أربعة ولا تضمن اللي بيعمله الإدج اللي بيعمله إورجين كلوب بيديك تلاتة أربعة سكور فوق الطبيعي تاعك عشان يخلي ليفر بول يوصل للليفل ده إن ليفر بول بأي شكل بأي أداة بأي فرقة بأي لعيبة يناطح سيتي ويلعب شابيوز ليج ويكسب ويتأهل مستحيل تلاقي مدير فني عنده منهزير قدرة والشخصية والنطج إنه يديك ده بس عشان تجرب في تجربة ما بعد يورجين كلوب تجربة سيف تطلع منها شوية لعيبة إنت كده كده أصلاً عايز تعيد بناء الجيل ده فأمورين ممكن يبقى خيار مناسب جدا أحسن من ديزيربي فوقت نظري مشاري أوي ناجلزمان مع ليفر بول هتبقى الموضوع ده فرنشل شوية فبصوا بقى هانزفليك ممكن لأن هانزفليك مدير فني خبرة ومن ريحة المدربين زي تومس توخل شوية أنا بكلمك في الحنفوان بتاع الجيل اللي أملي كده ده بس لو هتجي كل اللي هي الطبيعية ممكن يبقى مورين بالنسبة لسبورتي باير ناجلزمان باير ناجلزمان وده غريب لأن زي ما قلت لك ده تخبط إدارة باير مونيخ اللي بقالها سنتين سوف تشوف لفه في اللوب عاملة إزاي من أن انت بتمشي ناجلزمان في موسم كان هو ماشي فيه بشكل كويس أو كان تقدر تصبر عليه زي ما صبرت دلوقتي على تخل ولكن مشيته جبت تخل الموضوع كان أسوأ حاجة في الدنيا رغم الكمل دعم اللي انت عملته في المركاتو عشان ترجع تاني تبص تروح لشابي ألونسو لشابي ألونسو يرفض خدبين عنوان كبير في بلد شابي ألونسو الرجل اللي زي رفض ليفر بوله وباير ني مونيخ انت فاهم بس في الآخر خلاص بعد شابي ألونسو بقى معجك ما عندكش غير ديزيربي وناجلزمان برضو عمرها يعني نقطة غريبة انه كونتي مش في الترشحات يعني كنت شوفنا أنتونيو كونتي ده بالنسبة البايرل بالنسبة اليوفينتوس لاثنين حل أول عشان بس تستعيد ضبط المصنع اللي هو ترجع بس للنظام ترجع لفكرة انه الزايبة فيه فريق صلب عنده نسبة التزام كبيرة المهاجمين بيرجعوا يدفعوا فيه شخصية فيه نيرف فيه انه أنا مش هطلع من المباراة سرون العرق ده يوفي فقدوا مع أليجلي تماما كليا رغم الفوز على لاتسيو في الكاس بعد ما اتغلبوا في الدور يعني فقدوا تماما فما كانش حد متوقعين انه كونتي ممكن يترشح بعد أليجلي بس أنا شايف انه أنسب حد يمسك يوفي وبيرن نص الموضوع انه بيرن أزمة نظام واضحة عند الفريق بشكل مرعب يعني ماتش دورتموند ماتش عين ترخت ده مش بيرن تماما في مسألة الحفاظ على جودة النظام بغض نظر على النتيجة كنت خلال ان كنت يكون أقرب للاتنين لكن ده ما حصلش هو واضح ان كل الانداء متى الكبيرة حتى كبان تخلت عن الفكرة القائمة بتاعتها وكله بقى يرايح للجيل الجديد يعني يوفينتوس حتى بيفكر بنتيج وموتا كرقم واحد بالنسبة له عشان يعود مصي ميلانو أليجري فتبت خلال ان أليجري هيقعد في البيت تومس دخل هيقعد في البيت هنزف لك قاعد في البيت الأقرب اللي يروح لبرشلونة لان خلاص ببقاش فيه اختيارات بالنسبة لبرشلونة كتير يعني وروبرتو ديزيربي هماتا هو اللي بينط في كل الحاجات في اختيارات دي بس كنتي فعلا مدير فني كبير وقدير وضامن لك دوري كده كده بفرقة كبيرة يعني انت ضامن مبدئيا دوري مشكلة كنتي هي صدماته القوية جدا مع الادارة اللي خلت سمعته بقيت سيئة بشكل عام على كم الاندية اللي هو دربها دي نقطة فرقة جدا فرقة جدا معاه اللي خلي بالك اغلب الادارات دلوقتي بتبص لإيه يعني ممكن يضغط عن حاجات كتير بس عشان السوق دلوقتي ده غير كده بيبص على المدربين الشاب ده اللي بيطلعوا لي يا باشا من الناشئين وبيعرف يتعامل باللي موجود فدي نقطة فرقة يعني ده اللي مخلي ديزيربي لي سوق ده اللي مخلي واحد زي امورين ده ليه هيبقى ليه سوق قوي نفس الكلام لناجل زمان برضو هيبقى ليه سوق قوي تيجو موت تطالع نفس الكلام ليه مش اي حد بيعرف يلفه زي انشلوتي ما هو لها تغيير الجلد ده مش موجود انشلوتي في حتة تانية سبك بينه بس وانشلوتي خلي بالك برا ريال مدريد انت طلقت السبك بالمية اه طبعا بس لما تحطف في ظروف انه اشتغل بالصغير وطور وعمل حصاد ليس بناء هو حصاد بيعرف يطلع لك كل حاجة ناخد كل حاجة بالمبعدي احنا قفلين علينا كده بس في الاخر زي ما قلت لك تطور الكورة غلاء الاسعار قلة المواهب كل دي عوامل بتخليك تروح للمدار الاندية دلوقتي بتتزور على المودل المدير الفني الهوية المدير الفني صاحب اللي هو المنظومة اننا اقدر اعملها بمواهب اقل شوية بس المنظومة تقدر تمشي وتطعامها وربنا يوفقنا جميعا ربنا يوفقنا ونلحق بقى ان نتصحر وتوكل على الله ايوه ايوه اضحك عليها تاني وزي الفل بقى طب المية الف دول مفيش اي حاجة تروح علينا جده اه والله شايف الدرع يا جدع روح على اخواتك اصبر اصبر روح على اخواتك شايل لك نتعبنا شايل لك حاجة حالة امتلاش في العيد في العيد الكبير ولا الزغاية لا الزغاية ان شاء الله نقرت لها مرة وشرفتنا شكرا جزي لك اجمع عاجزين عن الشكر شكرا جزي لحضراتكم يعني بس برضو مش مواجهين معنا في اللايكات عارف كده بحيث عارف سود عليك التلات تلاف يا ابني ما بجيش الله ما بجيش الله ادرع يا ابني طب اقولها في حلقة دانية ما بجيش هره على تلاف لايك يا عمار بلاقي زمال كتير بجي لهم تلاف وشوية ده اخر حاجة تلاف تلاف تلتمية نقل وخل الخمسة كده لابد زي الزمل خمسة لابد زي الزمل مين الزمل الزمل اللي حوالين جماعة جماعة البودكاست اللي جنبنا طيب جماعة شكرين جدا لحضراتكم يعني اللايك والكومنت والله يديونا ركمانديشن اعلى بكتير بشكركم على ده وعلى كل حلقة وصدقته فيها فينا يعني وطبع الاسبوع الجاي حلقة العيد ان شاء الله بفي بقى العام كتير يعني خف بقى الرتم شوية بفي العام كتير ان شاء الله الحلقة الجاي حلقة العيد سوف نلوبايا أمالي ونشوفكم يا رب دايما على خير ونشوف القرص بتاع مرة هيعمل الاسبوع الجاي ودصبحوا على الفخير